موسيقى ملاش إن الواحد يعمل لحد سونارو ما يكونش فاهم فيه لمجرد إنه يعني بيتمنظر أو بيطمنه ده كارثة كلمة مرض مزمن في الكبد 99% هو تلايف موسيقى الهيموجلوبين مادة سامة الهيموجلوبين ممكن يقزيني البول بقى الناس كتير بتستهل البول جزء من وظائف الكلام يعني ساعات كتير قوي ده كاترة يطلب وظائف كلا ومطلبش بول ينساه مش ينساه هو مش محتمل لما يجيلك واحد صفر قوله بولك لونه ايه يقوله زي الشاي بس انت اي حاجة إيه اللي هيموليسيس ساعات أورام الكبد تبقى أورام كبد شخصيا أو جياله جياله من قولون أي سنويات كل ده بيتشخص من وجهات الصوتية وجهات الصوتية رائعة المرضى اللي ممكن يتخوفوا منهم يعملوا أشياء مخطائية ولكن لا أنا خايف أعملها لا يطلع عندي حاجة الفكرة ليس أن تطلع من دماغ الناس الفكرة إن أنا خايف أعمل الشيء لا يطلع عندي موسيقى الأستاذ الدكتور حسام موافي عضو مجلس جامعة القاهرة عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشقون الإسلامية الرئيس الشرفي لجامعة النهضة عضو اللجنة الدائمة لترقيط الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021 أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العين مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كليل طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلة له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 قليل طب جامعة القاهرة إنه واحد يجي لك بقلم هنا فتقوله إيه؟ ده شوية يلتاب في جدار المعدة تمام؟ وارد بس فيه فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتست ومسكينات ألم وبتاعه خلاص ويروا وهيطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي قد تكون الدوخة لا علاقة لها بالسكر لا علاقة لها بالسكر خلص وتكون من الضغط تكون بتاخد دوة بيدوخ وارد جداً جداً لكن لو أنا جات لي حالة زي دي أول حاجة فأفكر فيها خلل في الجهاز العصبي ويل المكذبين تتقال عشر مرات ورابعت ويل يوم إيد المكذبين عشر مرات ورابعت ويل المكذب حسوي بيه واحد فوت العشاء يا إبا لا ما هو ويله للمصليين يبا هو مصلي الذين هم عن صراطيم سهوت يعني نسي واحدة نسي الظهر نسي العرب لا يمكن يكون المقصود ده الحالة اللي جاية دي متكررة وبرضو بتتاخد في مجتمعنا المصري بشكل من الاستهتار يعني أنا لسه كنت قاعد معزوم في عشاء وصديقة عزيزك يعني يعني قالت لي إنها عندها تاريخ من نزيف الأنف قابلك يعني نزفت من مناخرها كذا مر وأنا استغربت وساكت وساكت أنا هحكي الكاس ونترجم الموضوع بيعاني من نزيف متكرر من الأنف وعمره 17 سنة بس هو قال بقى هنا إنه ضغطه طبيعي الأبحاث المطلوبة لوصول التشخيص السليم إيه ده راجل طلع الضغط من القصة آه يعني ده مش ضغط آه لكن اللي أنا حكيت عليها دي كانت ضغط علي المفاجأة العجيبة ده ده كلام موجود في كومار آه موجود في كومار المفاجأة العجيبة مفيش علاقة مفيش علاقة يعني الضغط العالي ما ينزفش ده النسف هو اللي عالي الضغط يعني إنت العين بيجي لك ضغطه عالي ونزف من أنفه فكل العلماء ربطوا لأتنين آه هو العكس آه هو الضغط العالي ما يخليش الأنف تنزف لكن نزيف الأنف لما تشوف الدم ضغطك يعلم هو فيه كوينس ده نسف ممكن يحصل آه ممكن صدفة لأتنين يجوا مع بعض آه هو ولد زغير مش كده آه 17 سنة 17 يعد الصفائح آه يعد صفائح دموية آه إي تي بي إي تي بي الإحتمال الأول في حالته إي تي بي إي تي بي اللي هي نقص صفائح دموية إي تي بي وإذا كان كده له علاج سهل جدا جدا برضو كورتزون بالإضافة إلى استقصال التحارب لكن يعد الصفائح الصفائح دموية يا إبني بين ميتين وخمسين ألف الربعمية وخمسين ألف لو هي السبب حتلاقي سبعين ألف تمانين ألف أربعين ألف حتلاقي واطي نقص الصفائح بيعمل نزيف تلقائي تاني نقص الصفائح يعمل نزيف تلقائي يعني يبقى قاعد وفجأة أي حاجة تنزف المسانة الكلة المعدة الأنف العين تلقائي مش عايز مجهود بعكس الهيموفيليا الهيموفيليا لازم حركة يعني المفصل يتحرك عشان أنزف إنما الصفائح مش كده الصفائح اتنين إس اللي ده اللي الطلبه بقى سبونتينيس وسيفير إس إس سبونتينيس تلقائي وسيفير شديد فبقى نزيف جامد جدا جدا فيروح لدكتور دم أو يعمل صورة دم الأول يشوف الصفائح كام إذا كان تواطية يروح لدكتور دم بسرعة جدا جدا لأن علاجه سهل ما هوش مشكلة قد يكون المشكلة موضعية عنده مشكلة في الأنف فيه دكاترة أنف أذن ساعات يكو ساعات يديله دواء بس هو لازم يعرض نفسه الأول صورة دم طلعت نورمل جري على أنف أذن طلعت صفائح واطية جري على دكتور دم هناخد السؤال اللي جاي ده يعني برضو سؤال مهم قوي الحقيقة إنه بيعاني حد بيعاني من خلل في ضربات الألم وشعور بالألم في الصدر أثناء هذا الخلل والسن الصغير 24 سنة وهم مدخن ده هو التدخين يعمل الرزم لوحض آه بس أنا هنبه لحاجة مهمة جدا بنبه الناس وبنبه الدكاترة ما الهدف من عمل رسم قلبي بالمجهود الهدف أعلي ضربات ألبك خلاص أنت قلبك سبعين هخلي مية واربعين وانت مية واربعين القلب يتفضح يتفضح لو في أي خلل بسيط مستخبي عندي سبعين وانت قلبك بيدق سبعين مش هيستخبه وانت مية واربعين تمام بما في ذلك شو ننتج فبيقول الخلل بيجيب لي قلب هو عمل رسم قلب مكوت هو عمل من غير ما يحس يعني قلبه فيه خلل بيدرب بسرعة لمدة ربع ساعة هو ده رسم القلب فجالك واجح هناك انت عملت رسم قلبي إيه بك بكرة تروح تعمل قسطرة بكرة تعمل قسطرة ثبت ضربة قلبه يعني لما يعمل مجهود ما تعلاش ممنوع يعمل رسم قلب مكوت ممنوع تلاقيه رجعوه تاني قالوله لمدة تمانية واربعين ساعة اوقف الدواء ده ليه عشان الرسم ينفع الهدف من رسم القلب مكوت ان انا اصرع القلب انا بجريج عالسير عشان القلب يسرع يقوله طب افلد واحد برجل واحدة اقوله عندنا ما يعوضه عندنا دواء ممكن اعلاقلك دواء في الوريد يسرع قلبك دوبيتاميد يسرع قلبك كأنك جريت وعملك الايكو او رسم القلب اشوف التغيرات التغيرات بتاعت شو الانتاجي لا تزهر والقلب بطيء طب عايزة ازهرها اصرعه اما بالجري جري على سير او بسكليتة او بدواء افرض واحد تخين 140 كيلو مقدرش يجرع السير مقدرش يكسر الجهاز فبنعمله بالدواء فالولد ده هو بيجيله لوحده ده ادياد خلاص سريعة وساعة السرعة بيقول اه يا اسدري خلاص هو ده اسم القلب اللي بالمكوت بكرة يروح يملك الاسطار بكرة رغم انه 24 سنة اهو مذكر اه يعني لا يعني هو السن ده مش يكسيكلود مشاكل الشيء خالص لا يستبعد بتاتاً عشان ما يباش مقلب جايز عنده كل سرور عالي جايز اسره سيئة السمعة جايز ضغطه عالي هو ما عرفش لا لا خالص سنة 24 لا يستبعد القلب بتاتاً طبعاً هو مش كومان يعني حيبقى كومان سنة الخمسين حول الخمسين لكن 24 يجيله خاصةً انه مدخن بس يا ابني انت سمعني دلوقتي احلف على المصحب نطرشة بسجاير تاني احلف لان ده انت بتنتحر بالنسبة لمرضى الضغط يشبح لهم بممارسة الرياضة الصدر الضغط الضغط رياضة معينة اولاً ممنوع من ممارسة الرياضة الا ما يضبط ضغطه ايه يعني يقعد مثلاً 15 يوم بنقسله ضغط منتظم 120-80 نعمله رياضات بس الاسكواش ممنوع لانه عنيف جداً جداً يجري مسافات ممنوع يعني انا بفضل السباح احسن رياضة لمريض الضغط ومريض السكر والتخين وكده السباح يقضي بلبط يعني ينزلي بلبط شوية في الماء لازم نسمع ابو العريف ده بقى اه ده جديد اه اه ابو الغلط بحب عندنا ابو العريف النهاردة في حتتين بيفتي فيهم والفاتي في الاتنين شهير جداً وفي الاتنين جريمة هنسمع ابو العريف في المحطة الاولى يا بيشة أعزم عليه بسجورة يقول لي بطلت من ساعة مجالي السكر طب اشرب الحاجة الساعة طب طبق البسبوسة ما كملتوش طب حتت جاتوه كمان عشان خطري يقول لي بلاش عشان السكر ما يعليش ده يا خوية ضيف الرخم ده انت بخيلي عما انت ولا ايه مش معاك الدواء بتاعك اللي اه وباخده بانتظام قلت له لما يكون فيه مناسبة حلوة زي دي تاخد جرعة زيادة توازن الحلويات الزيادة اللي حتكلها المفروض أصلا تعيش حياتك بني قدم طبيعي واتدخن وتاكل وتشرب طبيعي زي خلق الله مدام بتاخد الدواء ما فيش اي خوف ولا اي مضاعفات انا بقول لك خد جرعة زيادة احتياطي عشان شايفك موسوس ايه رأيك بقى محدش واكل صنية البسبوسة دي غيرك قاتل قاتل اه تعرف ان فيه ناس بتعمل كده على فكرة يزبط جرعة الانسوليو على قدر اه هو زود النهاردة عزم هو المفروض يوم بفاهم انه لا حلويات دي خطر علي حتى لو زود جرعة الدواء مش هتعمل حاجة مع حلويات ايمن عايزين نعمل تلاتة اربعة حلقات واربعة ده نتذكر اعطي ده سكر مظلوم تاني السكر بشكل شعبي نشرحنا بشكل علمي نشرحه بطريقة شعبية عشان نلحق الناس يشن ابو العريف يا يسول اه اني اقض as Milli لا ده ابو العريف ده كتير قوي ابو العريف ابو العريف يبقاش انمعه واشكال فيها ابو العريف اللي بيعالج الناس فيها بالكوركومين كل الامراض بالكوركومين انه انا ا fizerش هالك سي ماتة عن حاجة لا يفكر أن satиях اصف هالك السرق هاي شوف اعلان كدا الاقي كاتب مسلا 26 مرة قادر فيه والكوركومين انا افمان اساس العارفه ايiks بيعالج bei شرقكومين والقولون والاكتئاب والاكتئاب والروباتويد والزعبة الحمرة أبو العريف يفتي في مجال آخر أكثر خطورة نسمع مع بعض يا بيشة الحج عفاف خالة الأولاد الكبيرة من ساعة ما رجعت من الخليج والود موصول مرة عندنا ومرة عندهم آخر زيارة لقيتها مصدعة ومشريقة بتقولي حسن ضغطي علي قلت لها طب يلا ننزل الصيدلية نقيس الضغط وفعلا يا بيشة طلع ضغطها علي اشتريت لها شروط برشام بتاع الضغط ساعة واثنين ها يا حج عفاف قالت تمام الحمد لله قلت لها هدوة معاكي إذا حسيت بنفس الأعراض تغديلك برشامة وما تشغليش بالك لا تقسي تاني ولا تروحي لدكتور أنت بس قلل الملح وبعادي عن التوتر وشوفك الزيارة الجاية والطمن عليكي لمجرد إن يكون الإنسان مريض بالضغط هو بيعتبر نفسه دكتور ضغط اه خلاص ويبدأ ينشر الثقافة اللي هو اه صح صح بدم قعد أربع تشر أربع تشر بياخد دوة ضغط بقى أستيس بقى دكتور اه اه متخصص للضغط يعريت دكتور بقى أستيس وانت قاسم والله يا سيدي في نفس القعدة اللي كان قعدة فيها الصديقة اللي بتنزفت من مناخرها هو عندها ضغط ولتالى لا لازم تمشي على دوة ضغط بانتظام وتشوفي دكتورك بانتظام نفس القعدة كان فيها مريض ضغط الصديق اللي هي كان بينضيها بصائحة اه هو بيتكلم ايه تمام يعني اصلي يبدو يا ايمن ان الطب لذيذ هو الطب اه في جذبين احنا ما نحسش بيه دي لان احنا شربناه دا ما يبدو انه حاجة لذيذة يعني ان واحد يتكلم في الطب دي حاجة جميلة فالناس كلها بتحب يتكلم في الطب بس ننصحهم يقولوا اللي سمعوه من حد يعني ما يفتيش اه يعني الفئة انت سمعت من الدكتور بيقول ما تاكلش مالحي بلغي 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 سمعت من الدكتور ان ان تدخين قاتل بلغي اه انه ما تفتيش اه سمعت من الدكتور انه ما ياكل مشربش عرقسوس تعالوا اه ضغط اقد ما يشربش عرقسوس صح دا تمام بتنجم بخلي لا اه المخللات والشطر عجل دي خطر بس انا هقولك شهادة حق يعني انت احد اسباب شعبان تلطب ربنا يبلك فيك والله وجودك معانا لا انت اللي ابتديت ربنا يخليك يعني انت ابتديت قصة ان الشعب يعرف طب في الرمط الاسادزة اللي تجوهم في الاسنان في النسا والتوليد في البطنة في جراحة القلب يعني فعلا الناس بقى عندها وعي كويس جدا جدا ومش داي زمان زمان كان لا وعي بطاة دا دا احنا في الفين وستة وسبعة كانت الدنيا ماشية في اتجاه مختلفة اه كان فيه طب البديل انت ايمن يعني يا رب يبديك ثواب اللي عمل وجودك معانا يا استاذنا كالعادة بنفرح فرحة كبيرة مش بس على مسؤول البرنامج على مساوقة أنا كلها انك تكون موجود على الشاشة ان شاء الله نورتنا الله يعفو الله الاستاذنا استاذي الأساذ اللي قمة العالمي الكبيرة وطبعا الاثسر الحية لهندويالين الطبقة التي تعلمنا من النهى كلنا مش احنا بس اجيال الكثيره في احنا البسر العيني وخارج الاصر العيني مفيش جامعة فى مصر ما تعلمتش من ضايفي العزيزة اللي قمة العالمي الكبيرة الامستاذ الدكتور حسام موافي الي كان ما نورنا rights السامitic خاليكم مع السامين حوالي اكتر من 200300 مليون واحد على مستوى لعالم يعاني من درجة متوسطة أو شديدة من جفاف العين لكن في رأي أنا الشخصي ممكن يكون أكتر من كده لأن في ناس كتير إحنا بنشوفهم فيه إلأيدات بيكون لأي سبب أو آخر بيكون عندهم جفاف العين هو مش عارف إن هو عنده جفاف العين الجفاف مشكلة مزمنة تستدعي العلاج مدى بحياة؟ إحنا كنا فاهمين غلط كنا فاهمين إن الأطرة هي العلاج الأساسي لجفاف العين واكتشفنا بعد الكدوات إن مرضى كتير جدا بيستخدموا الأطرات مش مستريحين الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبعتاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية أهلا بكم في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق أنا بنتظرها أكتر منكم كمان مع قمة علمية كبيرة نتكلم في موضوع مهم جدا وواضح إنه هذا الموضوع بقى نجم من نجوم الحوارات الطبية في عالم العيون وهو جفاف العين ليه بقى نجم؟ أولا لأنه بينه وبينكم الحلولة التقليدية أصبحت محدودة التأثير الناس بتجيبوا أطارات تسمع كلامنا مشكلة هقول لكم 90% من الشعب عندهم مشكلة يا فهر طبعا النهاردة الحوار ممتع للغاية مع ضيف العزيز واحد من الأسماء اللي بنفتخر بقبولها دعوتنا في الناس الحلوة وفي الدكتور أسهم بشكل كبير جدا بتحسين وتقوية الثقافة الطبية حول قيمة إصلاح الانكسار إصلاح العيوب الإبصار حول المياه البيضاء والنهاردة حمل على عتقه أنه هو يكشف الغموض والأخطاء حول جفاف العين بلا شك مفتخر جدا بجهده الرائع جدا في البحث العلمي كل يوم لازم كل فترة سيارة جدا بسمع عن بحث علم جديد بيقدمه ومساهمة علمية عالمية في المنتهيات بتجعلنا نفتخر به طيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة طبعا الأساس الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجرحات العيون الأساس بكلية طب جامعة عن شمس وزميل كلية الجرحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية للطب وجرحات العيون والجمعية الأمريكية لجرحات المياه البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب لانكساره صاحب 29 بحث علمي منشور دولي وأكتر من باعة بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية للعيون واحد من ميجا ستارز الأنتيرويت الشيبر في العالم العربي والعالم أيضا أهلا بك أهلا وسهلا وأهلا بالناس الحلوة أهلا بك دكتور أحمد في الناس الحلوة كالعادة تبهرني بشياكتك لا تفضل بعض ما عندك يا دكتور أحمد تلات أسئلة وراء بعد تلات أسئلة هحطوهم في سؤال واحد متعلقين بجفاف العين أولا مدى خطورة هذه المشكلة وانتشارها؟ ده السؤال الأول قيمة الأطارات ونقدر نقول تأثرها المحدود والأحدث في هذه الحالة تلات أسئلة انتشار جفاف العين منتشر بشكل أكتر بكتير أوي ما احنا نتخيله الإحصائيات لسه ما بتدينياش أرقام دقيقة يعني يقال ان هو حوالي أكتر من 200-300 مليون واحد على مستوى العالم بيعاني من درجة متوسطة أو شديدة من جفاف العين لكن في رأيي أنا الشخصي ممكن يكون أكتر من كده لأن في ناس كتير احنا بنشوفهم في إلعادات بيكون لأي سبب أو آخر بيكون عندهم جفاف العين هو مش عارف ان هو عنده جفاف العين عنده الشكاوة معينة لكن هو مش فاهم ان الشكاوة دي مرتبطة بجفاف العين فأعتقد نفس الكلام على مستوى العالم أنا رأيي ان هو من حوالي 80-90% من 70 على الأقل من المترددين على عيادات العين في جمهورية مصر العربية بيعانوا من جفاف العين خطورتها هي مش خطيرة قد ما هي مزعجة يعني هي مش هتؤدي إلى العامة إلا في حالات ندرة أو إلى ما يحصل مثلا مشاكل في القرنية على سطح العين ودي حالات ندرة جدا فاحنا بنطمن السادة المشاهدين لكن هي مزعجة من ناحية أن الاسلوب المعيشي أو الحياتي بتاع الشخص بيتأثر بيبقاش يعني بيستريح طول الوقت تخيل حاجة حاسس بكل غمضة عين بتحس بإحساس جسم غريب بتحساس بحرقان بشكة بتزيد في أوقات في الصيف تزيد مع تعرض لطائرات الهواء وتقل شوية في الشتاء بس إحساس مزعج وسخيف يفقد الشخص منه وتركيزه ويأثر على أداءه في العمل كمان يعني الجزء الثاني في السؤال للأطرة كابتها إيه؟ الأطرة هي الستاندرد وهي العلاج الأساسي لكن للأسف إحنا كنا فاهمين غلط كنا فاهمين أن الأطرة هي العلاج الأساسي لجفاف العين واكتشفنا بعد الكدوات أن مرضى كتير جدا بيستخدموا الأطرات مش مستريحين لسبب آخر ممكن جدا الأطرة تحتوي على مادة حفظة وتعمل التهابات على سطح العين فبالتالي بنحتاج نحن نغيرها بأطرة تانية من نوع تاني أو من مادة فعالة تانية أو من مادة أطرات ما فيهاش مواد حفظة ودي الموضة حاليا في الأطرات الحاجة التانية ساعات درجة الجفاف العين ما بينفعش نحن نستخدمها الأطرة الترطيب بس الموليد ساعات بيستخدم أطرة الترطيب يمكن كل ساعة كل ساعتين كل تلك تتخيل حضرتك أنت قاعد كل ساعة بيحتاجك تحط أطرة في عينيك فاحنا اتفق يعني علميا دلوقتي أنه هو خمس مرات في اليوم ده يعتبر يعني الحد اللي ماشي ممكن يا المريض يعني بنسميه compliant أو مطيع مطيع معانا في استخدام الأطرة أكتر من كده ما عندناش مانع ممكن يستخدم الأطرة كل ساعة كل ساعتين بس هتأثر على أداءه وحياته اليومية تخيل حديث بقولك كل ساعة بتحط أطرة في عينيك شيء مزعج جدا فهنا لو المريض بيستخدم الأطرات فترات بفريكنسي عالية أو فترات قصيرة كل شوية يبقى هنا عايزين وسائل مساعدة التطور فيه منها الليه جفاف في العين فعرفنا أن الأطرة الوحديها لن تجدي نفعا في أوقات كتير احنا بقول الأطرة دي في الحالات البسيطة من جفاف في العين لكن الحالات المتوسطة والشديدة بنستخدم أطرات تانية تعالج جفاف في العين ووسائل تانية مساعدة لأن جفاف في العين دلوقتي ما بقاش مجرد جفاف حتى التهابات مزمنة على سطح العين التهابات مزمنة إذن نقترب من محطة مهمة جدا استحدث العلم للتكنولوجيا الطبية استحدثت أساليب بنسميها أساليب أخرى تكنولوجيا إيه؟ أساليب أخرى أو وسائل مساعدة مع العلاج الدوائي فمع الأطرات الترتيب فيه عند الأطرات تانية مضادة للالتهاب لا تحتوي على الكورتزون موجودة دلوقتي حاليا ممكن نستخدمها لكن برضو زي ما قلت حقيق الأطرات ساعد ما بتجديش فعايزين نراجع نشوف السبب الأساسي فلاقينا هنا في أسباب كتير جدا لجفاف في العين ونحاول نعالج المشكلة من جدرهم من أصلها فعندنا وسائل مساعدة وسائل من ضمن الوسائل المساعدة إن ننسداد في القنوات الخلايا الدهنية اللي موجودة في حرف الجفت فدي ممكن نستخدم إحنا بفرشة معينة وإجراء بسيط جدا ممكن إحنا ننظف فتحات الخلايا من 1994 كان بيستخدموا لعلاج بعض الأمراض الجلدية شهارة حاجة اسمها أكن روزاشيا أو سكين روزاشيا وبعد كده هو تكتشفوا إن المرضى دول لما بيعملهم الجلسات عشان يعالجوا الجفون خاصة لما يكون فيه الوش أو فيه مشاكل فيه الجلد في الوش أو في الخدين لقينوا فيه تحسن في إفراز الدموع وكانوا بيشتكوا من جفاف العين أعراض جفاف العين لقينوا فيه تحسن في الشكوى بتاعتهم ده بالصدفة البحثة ففيه واحد نشر قال إن أنا عندي الجماعة دول أنا بعمل لهم حاجات بعالج بيهم حاجات في وشهم لقيت إن هما بطلوا يشتكوا من الحرقان اللي هو العرض الأساسي بتاع جفاف العين هنا اتخذت الفكرة بقى إن إحنا طب ما نوظف الأجهزة دي نستخدمها للجفاف العين للعيون وظهر منها أجيال جديدة مخصصة بس مش للجلد بقى للجفون للعين نفسيها علشان تحسن إفراز الدموع الجلسات دي بتدت تظهر للاستخدقاتها في العينين سنة 2002 تقريبا بس بتدت تعدد في كذا مراحل من التطور لغاية لمصلة 2021 و2020 بعندنا أجيال متطورة جدا بعد أبحاث كتيرة جدا علشان نوصل لأحسن نتيجة ممكنة بعد هذه الجلسات أسئلة متعددة حول موضوع الجلسات بالنبطات الضوائية الضوائية علية التركيز أولا هل هي مناسبة لكل حياتي لناس اللي عملوا لازك قبل كده وعندهم جفاف بسبب اللازك يستفيدوا من الجلسات؟ ممكن يستفيد هو طبعا ده سؤال مهم جدا إنه الجلسات دي مش لأي نوع من أنواع الجفاف الجفاف مش نوع واحد ده أنواع كتير ولازم طبعا فيه كشف وقد يستلزم إجراء بعض الفحوصات عشان نحدد نوع الجفاف بالزبط عند المريض ونحدد إمكانية هو يستفيد من هذا النوع من الجلسات ولا لأ ممكن جدا يستفيد من الجلسات ونقول له لأ مش ده العلاج المناسب بتاعك أنت علاجك أطرة بس أو علاجك جلسات تنظيف الجفون أو علاج السددات للقناة الدمعية عندنا أوسائل كتير فإنه ده دور الطبيب إن هو بيكشف يجي يعمل فحوصات وبعدين نقول والله ينفع هذا النوع من العلاج أو لأ فالجلسات النبضات الضوئية عالية التركيز تنفع في بعض حالات الجفاف الليل مش كل الحالات السؤال الثاني عدد الجلسات قد إيه الفرق بين الجلسة وجلسة هو طي كان اتفق البروتوكول العالمي من ثلاثة إلى أربعة يعني يفصل ما بين كل جلسة والتانية أسبوعين أو شهر يسترزن ثلاثة جلسات ممكن أربعة جلسات قطة الزمنية للجلسات دي ما بيش ده ثواني اللي إحنا شوفنا ده دوريشن اللي إحنا بنشوفه على فكرة هي النبضات الضوئية بالمناسبة هي مش ليزر والنبضة الضوئية تقريبا في حدود 30 ميلي سكند يعني 30 من الألف من الثانية بموجات معينة بطول معين علشان هي دي اللي بتعالج الالتهابات الموجودة في الغدد الدهنية اللي بتفرز المادة الزيتية في العمين هل نستغني بالجلسات الضوئية عن الأسلوب الأخرى زي الأطراط؟ أشكرك على السؤال ده طبعا لا ما ينفعش نحن بنقول دي عوامل موساعدة ما بنقولش إن ده بديلة يعني دي بتساعد في تقليل درجة جفاف العين لكن هنا المريض برضو ملزم إن هم يستخدم الأطراط المرتبة بس على سبيل المثال ممكن المريض يستخدم الأطرة بدأ ما يستخدمها خمس ست سبع مرات في اليوم ممكن يستخدمها مرتين تلاتة في اليوم أنا شخصيا عندي بعض المرضى بعد لما عملنا له من الجلسات دي من أول و تاني جلسة بيقولك أنا بأخذ الأطرة مرة مرتين في اليوم بس ما بحتاجش أحطها أكتر من مرتين في اليوم وده يعتبر نجاح كويس جدا بس بنأكد برضو إن احنا بنستخدم الأطراط دي على سبيل المثال برضو نشرحها الطريقة التانية إن احنا بنحسن مستوى الجفاف يعني في بعض الناس عندهم درجة الجفاف عالية جدا حوالي 70% بناء على القياسات أو الفحوصات اللي احنا بنعملها قبل وإحنا بنفحص المريض هنا بنحسن درجة الجفاف من 70% إلى درجة شديدة أو درجة متوسطة إلى درجة بسيطة اللي هي تتعالج بالأطرة بس فهنا مش بنلغي أو مش بنعالج الجفاف بصورة نهائية لكن بنقلل أعراض الجفاف بنقلل الاعتماد على أطراط الترتيب بدل ما المريض يستخدمها أكتر من 3 مرات يوميا هيستخدمها مرتين 3 بس في اليوم ممكن أجرر الجلسات التالي بناء على رغبتي؟ آه طبعا ممكن جدا أنه ما فيش أي أضرار من الجلسات عادة ممكن تعملها 3 جلسات البروتوكول العالمي بيقول 3 إلى 4 جلسات أو الله عايز تعدهم بعد 6 شهور بعد سنة ما فيش مشكلة ممكن على رغبة المريض طبعا أعمل مجموعة من العلاجات؟ آه ده سؤال مهم جدا ممكن في بعض الدرجات العنيفة من جفاف العين ممكن نستخدم سددات القناة الدمعية مع جلسات الـ IPL اللي هي جلسات النبضات الضوئية العلية التركيز ممكن نستخدم معاهم حاجة تالتة زي جلسات تنظيف الجفون البليفكس اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة طبعا كل ده مطروك على حسب حالة المريض ورأي الطبيب المعالج في أضرار للنوعية دي من الأساليب العلاجية؟ آه ما فيش أضرار تذكر يعني إذا كان بنكلم على أضرار فبعض الناس ممكن يجي لهم إن هو الجلد لونه ممكن مثلا يتغير ده نسبته 1 من 10 في المية يعني 1 في الألف ده لو يعني 1 أصمر قوي يعني حاجة زي كده لكن هل في أضرار من الجلسات النبضات الضوئية؟ لا مفيش أضرار خالص بدليل أن أنا شخصيا عملتها لنفسي وما حسيتش بأي مشاكل خالص يعني عملتها من كذا شهر هنا دي الصورة أنا بعمل الجلسة هنا هوت يعني آه يحط جل كده هوت وبتعمل الجلسة وفي الآخر ما بحسش بأي مشاكل خالص بالعكس أنا حسيت بتحسن بعد الجلسة مباشرة كان بيجي لي حرقين كتير قوي في نهاية اليوم علشان إحنا عاديين قدام الكمبيوتر فترات طويلة وبستخدم قطرة الترطيب بس برضو ما كونش مستريح قوي لكن بعد الجلسة لا حسيت بتحسن كبير خاصة إحنا فترة الصيف دلوقتي وعارفين إن أعراض الجفافة هتبقى زيادة عن بقية فترات السنة الناس اللي بيلبسوا عدسات لسقي يعملوها عادي آه طبعا ما فيش مشاكل خالص ممكن يعملها حتى وهو لابس العدسات بس يستحسن يبقى لأ العدسات وقت الجلسة نفس يعني نقلع لها بس ونعملوا جلسة ورجعها لتاني آه وهو مهم جدا إنه بعد الجلسة بيرجع يسوق العربية تاني بنتسيل كتير قوي طبع أنا بعد الجلسة عارف أسوق العربية عارف أروح البيت ولا أجيب حدي يسوق لي العربية لا لا ما فيش أطرات توسيع ولا زغلالة ولا الكلام ده خالص بتاخد الجلسة بتاعتك وتمشي على أطرات الترطيب بتاعتك زي ما أنتو كنت ماشي قبل كده هو بس بمعدلات أقل لكن بعد الجلسة مباشرة تاني ترجع تسول العربية عادي جدا فيش أي مشكلة خالص السن يعني هل فيش أولاد صغيرين بيعاني من جفاف وفي ناس كبار قوي الاتنين مناسب ليهم بالنوعية دي مناسب بس الحصن الحظ للأطفال الصغيرين إحنا ما فيش دراسة عملت حتى هذه اللحظة على الأطفال الصغيرين والحصن الحظ للأطفال الصغيرين ما عندهمش درجة عنيفة من جفاف تستلزم هذا النوع من الوسائل المساعدة يعني عادتها بنكتب لأطفال الصغيرين أطرات ترطيب بس لكن هل إحنا ممكن نستخدم هذا النوع من الوسائل المساعدة مع الأطفال لسه ما قدرش أجاوب بصراحة إن ما فيش دراسة عملت على الأطفال لأسباب أخلاقية يعني صعب أن أجيب طفل وأجرب عليه وأنا مش عارف إذا كان هيبقى لها تأثير سلبي أو إيجابي الجفاف مشكلة مزمنة تستدعي العلاج ماذا بالحياة؟ آه ده أشكرك بشدة على السؤال ده إنه هو ناس يقولك أنا هاخد الأطرة قد إيه؟ نقول خدها مثلا ثلاث مرات في اليوم تزود على حسب احتياجك تقلل يعني مثلا بنقول ثلاث مرات في اليوم مثلا نزلت مصيف إحنا في الصيف دلوقتي نزلت مصيف وفي طيارات هوا وطراب وفوار في الساحل وحرارة عالية هتأخد الأطرة أكتر من ثلاث مرات في اليوم في الشتاء الجو لطيف هتأخد أطرة أقل من ثلاث مرات في اليوم هتوقف أمتى؟ مش هتوقف هتوقف أمتى وترجعها زي ما أنت عايز أنا بشبه جفاف العين بالضغط والسكر دايما بقول المريض أنت دوية السكر سواء إنسولين أو أرس هتوقف أمتى؟ يقول لك لا أنا همشي عليها طول الحياة ما دا الحياة؟ طول ما فيه سكر طول ما هيبقى فيه إنسولين أو أقراص عشان تنزل أو تنظم بالضبط عشان تنظم نسبة السكر في الدم طول ما إحنا عاديين بنسهره طول ما إحنا عاديين قدامه الكمبيوتر طول ما إحنا عاديين من التعرض لطيارات هوا جاف من التكييف وطول ما إحنا بنستمر في عمل يعني صهر وقلة نوم هيبقى فيه جفاف فلين فإحنا محتاجين نستخدم أطراب الترطيب أوقات معينة نستخدم أطراب بكسافة عالية أوقات نستخدمها بكسافة أقل أوقات على مدار السنة ممكن ناخد وسائل مساعدة أو لا على حسب درجة الجفاف لكن الستاندرد بتاعنا أو الأساس هو أطراب الترطيب مدى الحياة؟ بس مش لازم تلتزم بموعيد سابتة ممكن تحط مرة الصبح والدهر بالليل مرة يوم تاني تحط مرة تاني في اليوم بس محتاجتش تحط أطراب كتير يوم تالت ما حطتش الأطراب خالص مش هيحصل حاجة يوم رابع حطت الأطراب خمس مرات في اليوم كنت تعرضت الطائرات هوا أو نزلت في مواقع مثلا زي المهندسين بنزلوا في مواقع عمل أو بناء هي بتختلف من شخص للتاني وعلى حسب الوظيفة لكن احنا بالخبر الكويس أن احنا نستخدم الأطراب زي ما احنا عايزين جلساتنا بتضفضو هي الثقافة في العالم الغرب حولها كبيرة هل ترى أنه في العالم الشرقي وصلنا للثقافة المناسبة لقيمة هذه النوعية؟ ملأ لسه؟ لا لسه هي دي لسه حاجة نزلة جديد في الشرق الأوسط يعني هي موجودة في العالم الغربي يعني أولا لقت انتشاراً وبعدية الأبحاث بقت منتشر أكتر من حوالي 2017-2015 ظهر الموضوع ده ظهر بانتشار كبير ويتعاملت عليه دراسات وصل عندنا بس لسه الناس مش مستوعبة وخايفة ومترددة قوي في موضوع الجلسات دي وده بقول حاجة هي مش ليزر علشان الناس كتير بتبقى خايفة يقولك أنا هعمل ليزر جنبانية ممكن يعمل مشاكل يعمل كذا لا هي مش ليزر هي ضوء وفرق شاسع ما بين الليزر والضوء الدوء ده ضوء زي ضوء اللمبة بتاعنا دي بس بنختار موجات معينة علشان تدي التأثير اللي احنا عايزينه لعلاج جفاف العين أنا بقى الدعوة ما زالت مفتوحة وموجودة باستمرار وإحنا دائماً بناسعد وبنفتخر بوجودك معنا لكن فيه أجزاء كتيرة خصوصاً متعلقة بحاسك الأخيرة أنا بتابع طبعاً بحكم تواجدنا معاً في الكثير من المنصات أنا بتابع كل الأبحاث اللي انت بتشترك فيها متعلقة بالمياة البيضاء بالأحدث في التعامل مع مشاكل المياة البيضاء بالأحدث يعني عايزين نشارك الناس صحيح الكلام هي بصعب عليهم التغيرات مثلاً اللي بتحصل في البسيرو الكابسول بتاع أو البسيرو البارت بتاع الكورونية بعد المياة البيضاء عايزين نتكلم على زراعة العدسات لأنه على فكرة يعني أنا بتابع أبحاث كديدة فيه تطور كبير انت نشرته في زراعة العدسات بعد أو لتصعر الإبصار أو بعد المياة البيضاء تكنولوجيا تقدمت في الموضوع ده فعايزين نقل للناس الكلام ده هيفهموه أكيد أكيد إن شاء الله في حلقات مقادمة ممكن نتكلم على الجديد في العدسات المزروعة مع عملية المياة البيضاء وفيه حاجات فعلاً ظهرت جديدة وتعامل عليها أبحاث وجابة نتائج حيلة تنورتنا الله يخليك القيمة الألماء الكبيرة والإسم اللامة واحد من ميجستار الأنتيرو تشيمبر وبيلا شخصية نبتخر بوجودها معنا في الناس الحلوة في الدكتور قدم الكبير كتير للثقافة الخاصة بعالم مسير جداً وعالم العيون وكان نقلة نوعية كبيرة في وجود أكاديميين كبار في عالم الثقافة الأعلامية هو أضيف العزيزة الألمية الكبيرة الأستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجرحات العلون بكلية طب جمعت عن شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية لطبه وجرحات العلون والجمعية الأمريكية لجرحات المياة البيضاء وجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار وصحب 29 بحث علمي منشورة في الدوريات الدولية وأكثر من 100 بحث علمي في المؤتمر السنة وجمعية الأوروبية نورت الناس الحالة الله يخليكو بشكر برنامجه وبشكر الناس الحالة أشكراً شكراً جزيلاً خليكو دايماً مع الناس الحالة الدكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان مؤسس مركز برايتي للأسنان عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان أهلاً بكم صناعة الابتسامة الحلوة ده علم دقيق وعلم فيه تفاصيل كتيرة أنا أقول لكم إحساسي أنا الغير محترف طبعاً بصناعة الابتسامة لازم اللي يعمل الابتسامة ويعمل تجميل الأسنان يحط في اعتباره طبعاً غير لون البشرة تدويرة الوش تأسيماته العلاقة ما بين أجزاء الوش وبعضها أبعاد كده غريبة بحيث إنها لازم تكون موجودة في ذهن صانع الابتسامة عشان يخلق سنة لها كبيرة أوي فتبان زي سنان الابت أو صغيرة أوي فتبان كأنها سنان طفل صغير أو الرصة نفسها ما تتيش للوش التناسق بتاعه في نجوم في العالم المفروض فعلاً يقدموا لطب الأسنان برقية شكر وعرفان وتقدير لأنهم انقذوا وتم انقذهم وتغيير طبيعة تأثيرهم الشكلة عن للناس بقوا أيقونات من أشهر الناس دي ديميموري يعني لما ديك تشوف ابتسامة ديميموري الأديمة والجديدة فرق مهول ابتسامة لسوية لسه فيها مشاكل ابتسامة أو أسنان رصة أسنان كأنها بتشتغل مثلاً شغلانة مكتبية حاجة هارد جداً محترام طبعاً كل الشغلانات إلا ابتسامة سحرة نسبياً فيكتوريا بيكهم دي بقى المفروض تقدم يعني شكر كبير جداً لأن اختلف الموضوع بشكل كبير مايلي سايريس من الناس اللي انقلبت ابتسامتها من ابتسامة طفولية لمراهقة إلى ابتسامة بنت أو أنسة في ريعان الشباب أيضاً الأكتر بقى منهم توم كروز توم كروز أسنانه كان فيها مشاكل كبير جداً وعلى فكرة أسنانه كانت غير دي يعني دي بعد تجهزة لعى الشمال دا كانت فيه صورة قبل كده دا دا على فكرة كان سنان متجملة لعى الشمال دي لغاية بقى لما راح طبعاً كانت على الشمال في الثمانينات ولا في أولى التسائينات اللي علمين لا دلوقتي في الوقت الحالي هو يقترب من ستين سنة إمكان عداها على فكرة توم كروز دا عنده ستين سنة كريستيانو رورالدو بقى لا كريستيانو طبعاً اختلف الموضوع اختلف كبير جداً هو وديفت بيكهم ولعبة الكرة على فكرة عموماً من الناس ديفت بيكهم إزاي فعلاً دكتور السنان اللي عمله صعب ويشه صعب ليس سهل وديفت بيكهم ويشه هارد إنجليزي فيه تقاسيم اللي هو تقاسيم الإنجليزية الصلبة ونسبة دهون موجودة في الوش لازم نراعي الحاجات دي كلها وبشرة برضو مش متوحدة في اللون اللي حط تصميم الابتسامة بتاعه أكيد راع حاجات زي كده كتير نهاردو حوار عنوانه صناعة الابتسامة لا تبدو سهلة لكنها تحتاج إلى تفاصيل كبيرة الفرق كبير جداً بين صناعة الابتسامة مناسبة لك وصناعة الابتسامة تجعلك تكره اليوم اللي انت روحت فيه عشان تعمل تجميل سنان بمنتهى الصراحة ضيف العزيز الصريح جداً والذي يبدأ دائماً في حواره ويمتعني دائماً بأسلوب غير تقليدي ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي أخصائي تجميل الأسنان ومؤسس مركز برايتي لطب الأسنان وعضو جمعات أمريكية لتجميل الأسنان المصامة الابتسامة المعتمد من البي دي سي بنجلترا أحد نجوم عالم طب الأسنان أهلاً بك زيكاً دكتور عيمة وحيشني والله وانت أبتر والله صناعة الابتسامة مش شيء سهل تفاصيله كتيراً بالزبط هو الفكرة كلها ناب تعتمد على حاجات كتير جداً منها زوق الدكتور وعين الدكتور وضمير الدكتور فالموضوع داخل فيه حاجات كتير قوي غير الدراسة أو غير الطب كدراسة وكتب والكتاب ده بيقول إيه والمعلومة دي والكلام ده داخل فيه كمان طريقة تفكير الدكتور زوقه طريقة نظرته للمريد إيه أنا مثلاً عايز المريد ده يطلع شكله حلو أنا عايز المريد ده يطلع بياكل أنا عايز المريد ده يطلع شكله حلو وبياكل كويس فبقت الموضوع يعني يدخل فيه حاجات كتير قوي غير المعلومات الطبية عايزي مريد جاي لك عايزي يعمل تجميل لسنانه بيبقى عنده مشاكل سنة مفهودة 3-4 سنان مثل الأخلاقين والمريد ده لما بتقوله الخطة العلاجية بيتضمن الخطة العلاجية وجود كلمة زراع أو وجود كلمة تركيبات في الفترة الأخيرة في بعض الحوارات العلمية كده ما عرفش عن قصد أو عن غير قصد وصل للناس فكرة وكأن الزراعة والتركيبات يعني خصمين في حلبة والاتنين بيتخنقوا مع بعض الزراع أحسن؟ التركيبات أحسن؟ الزراع أحسن؟ التركيبات أحسن؟ فمعرفش الناس بتيجي لك بالفكرة دي؟ بالضبط ده حتى بقى يجي هو العيان أو البيشنت يقول الخطة العلاجية بتاعته لو سمحت يا دكتور ازرع لي سنة احنا عايزين نفرق الأول بين الزراع والتركيبات الزراع يعني لو أنا عندي أسنان مفقودة بحط زي غرسة في العظم كده واسبها لمدة 3 شهور من شهرين 3 وبعدين أركب عليها الكفر أو الكراون الخارجي والدنيا تمام ما ليش علاقة بالأسنان اللي قبلها ولا اللي بعدها التركيبة بحتاج أن أنا أحضر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها واركب زي كبري يعوض لي السنة المفقودة بس أنا بقى فيه سؤال بقى يضيقني في الأقل يعني بسمعه كتير جدا وأول ما بقى أسمع رأيي الدكتور ده يعني تيجي يقولك إيه وانت أكيد يا دكتور سألت دكاترة كتير أول قل لي كده إيه الأفضل التركيبات ولا الزراعة يقولك قولا واحدا الزراعة الكلام ده بالنسبة لي غريب شيئا ما ليه لأن أنا بحتاج الأول أن أنا أشوف إيه الأنسب للمريض يعني إيه إيه الأنسب يعني أنا مثلا الكلمة التركيبات أفضل ولا الزراعة زي بالزبط كأنك كأني بقولك إيه الأفضل لأنك تلبس شورت ولا تلبس بانطل ومسلا أو تلبس بليزر ولا تلبس قميس كل حاجة مناسبة لحاجتها لو أنا في الساحل ولا في الماصية بالزبط من الحال بالشورت؟ بالزبط إيه الأنسب يعني إيه الأنسب للسيتيويشن دي إحنا لو شفنا مثلا حالات زي اللي موجودة دي ده بيشنت جميل جدا جاي من السعودية هو جاي الشيف كومبليم بتاعته أو الغرب بتاعته هو بيقولي يعمل لي زراعة وهو اللي محدد من دماغه كده فكرة اعمل لي زراعة ليه هو حدد كده من كترة ما الكلام بيطلع الزراعة أفضل من التركيبات على عيني وراسي الزراعة أفضل من التركيبات بس إيه الأنسب في حالتك؟ لو إحنا بصينا بقى رجعنا عملنا زوم بقين على الحالة دي كده هتلاقي إن هو شايف يا دكتور آيمن السنتين المفقدتين فوق دول طيب ما هو قبله فيه تركيبة والسنة اللي بعده اللي هي اللي في النص أصلاً محتاجة تركيبات يعني محتاجة شغل صح ولا؟ يعني بص السنان كلها أصلاً فيها حشوات والدنيا بايزة حتى لو عملت زراعة كده كده السنان اللي قبله واللي بعد السنة المفقودة محتاجة شغل أنا في الحالة دي لو أنت قلت لإيه الأفضل ليه أو إيه الأنسب للحالة دي أنا هقولك التركيبات ليه التركيبات؟ أولاً الوقت هيقعد أسبوع ثانياً دخلها الحاجات دي بقى لها فترة كبيرة جداً فهيقعد مثلاً حوالي من ثلاثة لستة شهر قبل ما يكمل الزراعة مجهود تكاليف أعلى وفي نفس الوقت الحالة نفسها أنا الغرض الأساسي من الزراعة إن أنا ما أزيش السنة اللي قبلها ولا السنة اللي بعدها طب في الحالة دي السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها بايزين أصلاً ومحتاجين يتحط عليهم كفرز أو كراونز فأنا بالنسبة لي الحالة دي الأنسب لها التركيبات الأنسب الأنسب على أي أساس سن المريض المجهود اللي هيبزله التكاليف ففي الحالة دي وصلنا للمرحلة دي فقديه بقى وقت في أسبوع يعني أسبوع حولنا من الشكل ده للشكل ده ده عن طريق التركيبات فكلمة بقى إيه الأفضل يجي لك العين لو سمحتك أدوك أعمل لي زراعة في السنتين دول طيب ما هو أنت كده كده محتاج أصلاً تركيبات في كل السنين ففي الحالة دي الأنسب ليك التركيبات فما فيش بقى مصطلح الزراعة أفضل من التركيبات ده لأ في أنه موقف أقدر أقول هنا الزراعة أحسن لأ هنا التركيبات أحسن وأنا بتكلم على المشاهير من شوية كده طربتي في دماغي مين اللي وأنا براجع دلوقتي دماغي يعني مين اللي أنا قلت عليهم لا الحالة دي كانت يعني الدكتور اللي عملها عمل مجهود وابتاع لقيت اللي فيها مشاكل في اللسة اللي اللسة فيها باين فيها بروبلم اللي باينها ابتسامة اللي سوية ده اللي داني انطباع أن التجميل هنا عمل مجهود معرفش ليه على أنا صح أو غلط تجميل اللسة صح طبعاً أه أي حالة تجميل أسنان بدون تجميل اللسة لو اللسة بتباني يعني أنت كده هتطلع الحالة شكلها وحش جداً وهتحولها من سيء إلى أسوأ اللسة دي هي اللي بيترسم عليها شغل دكتور تجميل الأسنان لو احنا مثلاً شفنا حالة زي اللي معروضة دلوقتي دي الحالة دي دي ماسمعاش ابتسامة لسوية ليه ماسمعاش ابتسامة لسوية دي جزء منها بيبان من اللسة يعني الجزء اللي هو الشمال باين جزء اليمين مش باين قوي حتة وراء باين راحت لدكتور أسنان اللي هو بقى مش دكتور تجميل الأسنان الكلام اللي احنا بنعد نقوله ونأكد عليه كل مرة قالت له أنا ابتسامة بتاعتي مش عاجباني لو سمحت يا دكتور عمل لي تجميل الأسنان فالدكتور طبعاً مش عارف أهمية اللسة أمبرد الأسنان وعمل لها إيه تركيبات التجميلية دي كده اسمها تركيبة تجميلية طب هل ده منظر فيه تجميل فيه شيء من التجميل الأسنان ماشي الأسنان مرصوصة وكل حاجة بس ده كده منظر دي ما سماش عملت هولي الاسميل أو ما عملتش ضحكة أنا كده خليت أسناني لو مثلاً كان ممكن تبقى لونها وحش زبطت لونها لكن كابتسامة ما تغيرتش فرق كبير بين تجميل الابتسامة وتجميل الأسنان زي ما إحنا بدقول تجميل الأسنان إن أنا خلي الأسنان شكلها حلو تجميل الأسنان أنا خليها شكلها حلو هو هي بتتحك شفنا بقى الصورة بعد ده كده ليه بقى يعني ليه أنت شايف الحالة دي كده الدنيا مزبوطة والأسنان مزبوطة عشان اللاسة مزبوطة إحنا وجبنا الحالة فوقه بقى فوقه تحت مع بعض الفرق بين فوقه تحت إنه فوق الدكتور اشتغل على الأسنان فقط تحت اشتغلنا على اللاسة والأسنان مع بعض بس فرق اللون كمان فرق الماتيريال طبعا لسه هقولك الماتيريال الماتيريال انت تحب تجي على حتة الماتيريال نوعها ايه الماتيريال دي اسمها ألترا ماكس دي شفافيتها وخلي بالك انت تحت اللون أفتح نفس الوقت طبعية أكتر يعني الناس فكرة وربطة بين مادة طبعية التركيبات والتجميل والفينيلز ومادة اللون حتوى لوحدها الكتيد لأنه سيبك من القديمة دي القديمة دي يعني فعلا حزينة جدا لأنه كمان الإضاءة هنا مختلفة شوية الإضاءة هنا فيها بتورينا ريفليكشن أو لعكاس الضوي إزاي تعاملت مع اللاسة اتعاملنا مع اللاسة في الحالة دي هي عندها اللاسة ببان في جزء واحد فقط فلازم تعدل من جزء وتأثر السنان من جزء لو جبنا الحالة قبل عشان عارف أشرح لك أكتر يا دكتور أيمن يعني السنان من تحت تلاقيها مسترة يعني طول واحد من فوق الناحية اليمين من فوق الناحية اليمين قسيرة ومن فوق الناحية الشمال طويلة آه فلازم هتقص من حتة وتأثر من الناحية التانية تطلع بالحالة زي الشكل بقى بتاع الحالة بقى ده خدت وقت هاد إيه آه إسبوعين واللون ده موضة دلوقتي على فترة بقى الشياكة أوي بالزبط ده هيفضل اللون ده عمره ما بيتغير آه زي السراميكس بتاعت الأرض اللون ما بيتغيرش الشكل هتفضل بيه كده مدى الحقيقة عايز أسألك بقى في التصميم بتاع الابتسامة النسب ما بين الأسنان أول كان زي ما نقوله إيه الجولدن ريشيو وبعدين مش عارف الريد ريشيو حاجات كده كنا نسمح هل ده موجود لغاية ده بقى ده نسب ولا رأية الدكتور ونظرته وإحساسه بالوش هو الأساس هو الكلام ده لسه موجود فعلا وكل الدكاترة ماشي عليه وحتى الكورس اللي الناس بتديها كله يقولك إيه إحنا عايزين نشرح الأول إيه الجولدن بوربورشن وإيه الريد بوربورشن أي حاجة عينك بتققى عليها عشان تطلع شكلها حلو لازم بيبقى فيه نسب هندسية بين الأجزاء اللي مكونة الشيء ده حتى لقوا الموضوع ده موجود في الأسنان يعني عشان الأسنان تطلع الدحكة تطلع شكلها حلو بيقولوا يعني كانوا بيقولوا الأول حاجة اسمها جولدن بوربورشن إن نسبة السنة اللي في النص العريضة شوية تبقى ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها ليها نسبة معينة مع السنة اللي جنبها فالدكاترة بيعملوا إيه وأنا بصمم لك الابتسامة وأجاب الجولدن بوربورشن دي وأمحطيتها في بوقك أخلي لك نسبة السنة دي للسنة دي للسنة دي بنسب معينة تمام؟ تمام وفي ظننا مش فيهنا على كده فترة طويلة جات المدرسة البرزيلية لغت الكلام ده قالت لا أنا مش عايزة أثبت النسبة بتاعت الجولدن بوربورشن دي أنا عامل حاجة أسمعها الريد بوربورشن إيه الريد بوربورشن؟ يعني اختار لي نسبة ثابتة وأقسم عليها الأسنين يعني أنا عايزة السنة اللي في النص بالنسبة للسنة اللي جنبها يبقوا ضعفين لو عملت السنة اللي في النص والرشو بين السنة اللي في النص واللي جنبها ضعفين وبعدين بين اللي جنبها واللي جنبها ضعفين يبقى أنا مثبت نسبة وأمشي عليها طيب لو أنا بقى وريتلك حالة لو شفنا حالة اللي هتتعرض دلوقتي دي حالة زي دي البيشنت بتشتكي إن سنتينها اللي في النص عوضة وعملين زي المروحة طلعين لبرة وبرزين الحالة دي لما جينا نعمل لها سمايل ديزاين تصميم للبسامة لقينا إن الجولدن بربورشن بتاعتها مظبوطة والريد بربورشن بتاعتها مظبوطة النسب بالنسب مظبوطة بس هي مش حلو بس هي مش حلو إذن مفيش حاجة اسمها إن إحنا نمشي على نسب في كل الموضوع مش مش حاجة بالقالة لازم عين الدكتور تتدخل في اللقطة دي لو شفنا بقى الحالة بعد السنين بقيت عرضها قليل والنسبة بينها وبين السنة اللي جنبها مش مظبوطة كنسبة إنما كشكل أفضل يعني لو جبنا الحالة قبله بعد مع بعض كشكل تحت طبعا أفضل طب أنهل للنسب بتاعتها مظبوطة اللي فوق فإذن الموضوع ما بيبقاش زي ما الكتاب بيقول بالظبط إنت لازم الدكتور نفسه يحط التطش بتاعته يعني زي ما بيقوله حالة برضو زي دي دي الريد بربورشن بتاعتها مظبوطة نسبة السنة اللي في النص اللي جنبها بركي جدا لو شفنا بقى الحالة بعد بص السنة اللي صغرة كده مع إن الريشوز أو النسب مش مظبوطة يعني قد لنا الحالة فوق قبله وبعد بص النسب بتاعت فوق كبربورشنز مظبوطة تحت مش مظبوطة ومع ذلك تحت أفضل فالموضوع إنت بتختار الدكتور التجميل بتاعك لازم تشوف زوءه عامل إزاي أو عينه عامل إزاي لأنه كمان تحت قدت الشكل الأنسوي أكتر بالظبط يعني قدت أونوسة قدت على فكرة السنان ممكن تخلي ست شكلها أتراكتف طبعا الاسمايل عموما هي أكتر حاجة أتراكتف مش ممكن تشدك يعني لأ أنا بتكلم على فيمونيزاشن يعني كد مش أتراكشن بس إنها تدي للست الشكل الأنسوي بالظبط الشكل الطفولي أو الشكل الرجولي بالظبط السنان بالظبط طبعا والتدوير بتاعت السنان وبرضو خلي بالك يا دكتور أيمان العرض بتاع السنان اللي فوق ده يا دي مثلا عرضها حوالي 10 ملي انت بتتكلم في العرض الطبيعي 8 ملي طب إزاي عملنا تحت قاللنا عرض السنان ودخلناها لجوه كل الحاجات دي لازم الدكتور اللي هيعملك تجميل أسنان يبقى قوير أو عنده knowledge بيه السمايل ديزاين وتصميم اللي بتسامة وإمتى لما أعمل كذا السن هتطلع عائدة إمتى ما يفوق دي على فكرة تجميل ما اللي فوق ده فيميرز الحالتين دول قشرة بس دي عملها طبعا بره الفرق من القشرة اللي فوق والقشرة اللي تحت اللي فوق الدكتور خدمة إس على السنان من غير ما يدرس الحلوة وبعت المعمل اللي تحت إحنا بقى اللي بنعمل الديزاين إحنا اللي بنصمم اللي بتسامة عايز طيب يعني في الجزء بقى الأخير من حوارنا النهاردة عايزك تقول لي وإحنا بنصنع الابتسام هل في عملية حسابية هل في حندسة قاعدة كده بتعودها بتعودوها مع بعض عشان بتاع بتاع material النهاردة كلمتيني عن أكتر من حاجة material جات سيرتها زراعة والتركيبات جات سيرتها اللسة جات سيرتها التركيبة الأبعاد دي كلها بتحط هل ممكن تحط مع بعضها كده في قاعدة في مصطلح طلع اللي هو طلع جديد اللي هو smile engineering اللي هو هندسة تجميل الابتسامة هنأقول مرة أسمعك كده هو لسه يعني لسه جديد قوي يعني حاجة جديدة جدا الفكرة كلها في ايه أنا كان نفسي وأنا صغير أطلع مهندس كان نفسي أخوش قلتها أعرب حاجة للهندس بالضبط أنا والدي مهندس فكنتش أطلع مهندس ما هو أنت اشتغلت أقرب حاجة للهندسة؟ بالضبط طب الأسنان هو أقرب طب للهندسة دي حقيقة على الإطلاق بالذات فراعين التقويم والتجميل أنا بتجي لي حالة والزراعة والزراعة ونزلل تحت وفيه عيوب في الفكرة الفؤانية أساساً فيه عيوب في كل حاجة آه يعني فيه عيوب في التكوين العظمي في الفكرة الفؤانية اللي هي بتحتاج إلى عملية بقى كبيرة وقصة والمصادفة إن ده مهندس أصلاً يعني هو أصلاً مهندس فهو كان فاهمني قوي أنا بتكلم فيه السمايل بتاعته عاملة S-shaped لو شفت يا دكتور أيمن هتلاقيها من ناحية اللي مين طلع الفوق وبعدين نازلة وبعدين طلعها وبعدين نازلة وبعدين سوق اختيار نوع التركيبة اللي فوق خلى السنان اللي تحت تتاكل انت لو شفت يا دكتور أيمن السنان اللي تحت الميلة إزاي عاملة مصدرة طيب هو جاي كل اللي هو عايزه هو طبعاً فقد الأمل إن الإسمايل بتاعته تتعدل دي كده اسمايل معوجة إنت أقول ما هو يتكلم إنت هتفتكر الإسمايل بتاعته هتشوف فيه عوجة في الوش كله بس في سنين هتحس إن فيه حاجة معوجة وفقد الأمل طبعاً في إن الموضوع ده يتصلح تاني لإن هو فاهم بقى إن دي عظمه وقصص الحالة دي فعلاً يعني اتعاملت في أسبوع والنتيجة أنا مبسوط بيها قبل العيين بص كده هتبتناقي عباً دي أولاً بيجبني أول ماتيريال دلوقتي منبهر أنا باللون اللون وأنا منبهر بالهندسة أعلى التركيبة يعني أحد كده لو جبنا أيوه قبل و بعد لا لا ما فيش مقارن بص اللفة دي بصت عدلة إزاي غيرت عدلة طب إنت رجعت السنان اللي وورا إزاي إحنا شلنا من عظم اللاسة دي ناحية الشمال شلنا من العظم وطاولنا الفور ناحية اليمين أصلنا لتحت وعملنا العكس تحت بس دي أخذت وقتها دي والله إسبوع برضو إسبوع والله إسبوع بس دي يعني أصعب من الحالات اللي فت الحالة دي صعبة وفيها فكرة يعني أنا حالة زي دي لما تخشيلي أنا ببقى ممسوط جداً فيها فكرة يعني ده مهندس أصلاً فهو اتمزج باللي حصل يعني هو نفسه اتبسط جداً بالعدلة اللي حصلت له دي من أصعب الحالات اللي أنا اشتغلتها من أصعب الحالات حالة إن انت تقلب الـS shape اللي فوق دي تقلبها straight واللي تحت الميلان ده تقلبه ترجعه تاني لأ الحالة دي صعبة جداً يكن يبقى برضو التركيبة ده كله إنجينيرينج أنا مبسوط من الكلمة دي للنظر اللي لسه التأدير الماتيريال وتأدير اللي عملته الماتيريال السيئة فأنا استبدالها بماتيريال جيدة الفرقات والفرقات ما بين السنان أنا رأيتها إزاي ورجعت السنان لورا إزاي ده كله إنجينير بالضبط طبعاً طبعاً أنا كده مهندس خلاص حققت حلمي طب الأسنان هو نوع من الهندسة بلا شكل الحالة دي ما لهاش علاقة بطب الأسنان خالص يعني الحالة دي لو راح لدكتور سنان ومعرفش يعملها عادي الدكتور مش غلطان يعني الحالة دي لازم يبقى الدكتور عنده أصلاً ميول الهندسية أو يحب يعني هو شاف حاجة معوجة فعايز يعدلها دي ما لهاش علاقة بطب الأسنان نهائي يبقى عالم التجميل عالم مسير للغاية فيه تفاصيل دقيقة بس أنا دايماً بمبسوط في اللقاء معك لأنك أنت بتاخدني معاك كده سنة بسنة إلى أفكار غير تقليدية وده شيء مهم جداً في عالم التجميل طي في العزيزة المبدأ دائماً دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان المؤسس لمركز برايتي لطب الأسنان وعضو جميع الأمريكي لتجميل الأسنان المصمم لتسبب المعتمد من بيدي سيب إنجلترا نورت الناس الحلوة طب الأسنان في تجميله وفي كل فروق معتمد على نقطة مهمة جداً والحتة دي المرة الجاية هتشرحها لي ده قلت لنا في بداية الكلام النظرة والزوء وقلت كلمة الضمير الضمير ده مهمة أوي بس المرة الجاية أنوانها ده بجد المرة الجاية فيه سؤال مسير جداً ماذا كان يقصد الدكتور عبدالله في لقاءه معايا النهاردة بكلمة الضمير فين منطقة الضمير هنا لأن دي كلمة مهمة جداً هل الضمير في الماتيريال هل الضمير في الخطة العلاجية هل الضمير في إننا بفاهم العين عايز يوصل لإيه فوصلوا له أسهل وأفضل وأسهل وأقرب الطرق ولا الضمير يعني شيء آخر ده هتشوفوه المرة الجاية في الناس الحلو تقلست أنت التبويض عندي كويس البوضعة عندي كويس أو التبويض عندي كويس وهو مش كويس الكلمة دي كلمة كانت مسيرة جداً 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 اللي ممكن تفكر فيه وساعتها يخليها تقلق ده ممكن يكون هي في الموقف ده اللي هو موقف نقص مخزون المبيض أول حاجة اللي حيك قلتها في الفيلم اللي هي إيه؟ السن، العمر بالنسبة لنا العمر شيء مهم جداً 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 تلاتين سنة، دي المحطة الأولى المحطة الثانية ثمانية وتلاتين سنة المحطة الثالثة أربعين المحطة الرابع اتنين واربعين لكن اللي عندها نقص في مخزون المبيض لا دي فرصها قليلة قليلة في الحمل عموماً وحتى لو هنفكر في موضوع الحمل المجهاري لا برضو فرصها في الحمل قليلة أنت أحياناً تدر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية طبيب أمرض نسي في عيادته وهتعمل حاني من كهلك وتسأله السؤال أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة ده ما اسموش حاني من كهري ده اسمو أي حاجة غير حاني من كهري من 9 فبراير عشرين عشرين في مراكز الليلة الخصوبة والصحة الإنجابية لغينة التسقيق لأن ليس له أي دور في نجاح حمل حالة حتى تكايز المبايد بالعكس قد يكون مؤذي لها الدكتور الشاطر عام زي المخبر السري الشاطر أو زي المحاقق لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة موسيقى معظم حالات بطانة راحل مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض للوحلة الأولانية بيبان لي أن اللي يفوت مشكلة في الراحل ماش يخصهاش في أكل إجاب يبقى بيهرج أكتر حالات بتنجح فيها الحالة المكهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحالة المكهري فيها أعلى موسيقى سياستنا في مركز للغاية القصوبة والصحل الإنجابية إوعى ننسى الرحل معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع النساء بالنجاح هي هدف كل المنظومات الأنمية خليكوا دايماً معنا فيها الأستاذ الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية أهلاً بكم نعرض يوم مهم جداً جداً في عالم الناس الحلوة والعنوان مثير إحنا ما زلنا في سلسلة اسمها سلسلة هقول إيه؟ التويست تويست في عالم السينما مفهوم اللي هو فجأة اختلف مصاري الحوار قبل كده خدنا نموذج للتويست ده لحدوث مفاجأة إنه تقلست أنت التبويض عندي كويس البويض ضعت عندي كويس أو التبويض عندي كويس وهو مش كويس الكلمة دي كلمة كانت مسيرة جداً 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 لكن يبدو إن هذا هو باب وراه احتمالات وأبواب كتيرة جداً الباب أرجع تاني أقول لكم عنوان اللي موجود على الباب عنوان يعني أنت داخل كده أنت شايف إيه؟ الكلام كان يبدو حلو لكن جوه الكلام الحلو فوجئنا تمت المفاجأة بأنه فيه لأ فيه مفاجأة فيه حاجة ورا الكلام تعالوا نقرب أكتر لأنه واضح من أن كلامي كله كمان غامض من الموضوع العنوانه العنوانه تويست عنوانه مش كل حاجة تتقال في الأول تبان سيمبل العلم الضقيق بيّن أن فيه تفاصيل أكثر عمقاً وأكثر غموضة ضيف العزيز القيم العلمي الكبيرة والإسم القدير اللي بيمتعنا جداً في عالم التأخر الإنجاب وعالم الحق المنجاري وعالم التعامل مع هذه الغازة المهمة جداً الأستاذ الدكتور كشام الشعر أستاذ أمراض النساء والتوليد وتؤخر الإنجاب بكل الطب في جماعة القاهرة استشاري علاج تأخر الإنجاب الحق المنجاري عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية أهلاً بكم أهلاً بحاجة أكثر أيضاً نازلنا في سلسلة الغموض فعلاً سلسلة التويست سلسلة المفاجآت فعلاً اه التويست التويست اند اللي هو المفاجآة السلت قال لها أنت التبويض عندك كويس وهو مش كويس خلي بالكوا يا جماعة حاجة مختلفة حاجة مختلفة يبدو هذه حلقة كأن إحنا في سلسلة حلقات ده حقيقة من المفاجآت من المفاجآت ومن الواقعيات اللي إحنا بنشوفها وإحنا بنعالج حالات أخر الإنجاب ومفاجأة أخرى غير لطيفة تماماً عندما تصارح الزوجة بالواقع اللي هي فيه الواقع اللي هي فيه ابتدى من الحكاية بعد الزواج وانتظرت الحمل إن هو يحصل الحملة ما حصلش توجهت آآ إلى أحد العيادات وخطوة أولى في هذه العيادة الخطوة المشهورة جداً 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 للأسف يعني وبتستخدم باستخدام سيء اللي هي من سميه في الطب بترقام من ماليوز ماليوز تخدام خاطئ وسائق له منشطات التبويض وعدت مرحلة منشطات التبويض وتقال لها التبويض عندك كويس جداً وبرضو ما حصلش حمل انقطعت ثلاث أربعة شهور راحت لمكان آخر مشت في نفس السيناريو منشطات التبويض وتقال لها تبويض كويس وبرضو ما حصلش حمل ومكان ثالث وجايز رابع وخامس وفي الآخر قالت اروح الى مكان متخصص وشرفنا احنا احنا نشوف الحالة دي حالة دي اللي هي راحت لأكتب المكان وتقال لها التبويض كويس كويس للأسف كانت انا مفاجأة ان احنا نقول لها على فكرة التبويض مش كويس خالص ازاي يا دكتور دا انا رحت لكذا دكتور قبل كده والتبويض كويس ايوة صح التبويض كويس من ناحية ايه ان في عندك بويضة بتكبر اه في عندك بويضة بتكبر بتوصل للحجم المطلوب اه بتوصل للحجم المطلوب طب وبتخرج من المبيض اه كمان بتخرج من المبيض طب انت عاوز ايه دكتور اكتب من كده انا في عندي بويضة والبويضة بتكبر وبتخرج من المبيض اه كل دا صح بس انا للأسف حضرتك مش بتكلم عن ان البويضة بتكبر وبتخرج من المبيض انا مش بتكلم عن حجم البويضة انا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجودة في المبيض انا بتكلم عن عدد البويضات اللي موجودة في المبيض انا بتكلم عن حاجة اسمها ايه يا ست الكل انا بتكلم الزوجة بتكلم عن حاجة اسمها مخزون المبيت اون 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 اوكا نبتم نعمل موسيقى التصورية فاكر راحت فين دي لا يعني كانت حاجة كبارة هنعملها تاني اه يا ريت والله الوفشن ده والله يا project يعني لانه نعمل ليه لانه هنا دي موسيقى التصورية تختلف عن أختنا اللي فاتت اه طبع ممكن الاتنين يكونوا داخلين طبع والإتنين عادين برة بيكلموا بعض والإتنين ستات والإتنين تقللهم التبويض عندكه كويس الأولية دخلت لله لا التبويض عندك مش كويس إنت عندك تكاوس مبايد والتانية دخلت قلتلها لا التبويض عندك مش كويس إنت عندك مخزول ومبيض في الخطر بس حقيقي ملاحظ حاجة نابرص صوتي في شرح الحالة المراضي أكثر حزنا أكثر حزنا من المرة اللي فاتت آه طبعا ليه ورد خضيت أكتر آه طبعا ليه لأن دي بجد بجد الزوجة دي على حفة الهوية فعلا يعني الزوجة اللي قبل كده لا دي مشكلتها بسيطة وعندها عندها منه كتير بالبلد كده عندها منه كتير لو هو تكيسل مبايد ده ما عندها منه كتير خالص فما فيش مشكلة يعني لكن اللي عندها نقص في مخزون المبيض لا دي فرصها قليلة قليلة في الحمل عموما وحتى لو هنفكر في موضوع الحان المجهري لأ برضو فرصها في الحمل ولا يد فإحنا النهاردة جايين نتكلم عن الحالات دي الحالات اللي هي عندها نقص مخزون المبيض واتفاجأت بالكلام ده لحمراء الهولة أنت عندك للأسف نقص مخزون المبيض رغم أني قبل كده في أماكن أخرى اتقال لها لا ده أنت عندك طبويض كويس سيد نوع السلم على فكرة أنا عرفت مش مهتمة بالحكاية دي ومعندكش قاتلية بس أنا بتابع آه تمام لأهمية مخزون المبيض عملوا فيلم لسه قرائب جدا نازل بتاع السيدة نيلي كريم والسيد محمد ممدوح واللوط في لبيب كان بيقول بالدكتور النسا دول الدكتور النسا الراجل العظيم ده وكان الموضوع متعلق بمخزون المبيض قال لها أنت مخزون المبيض عندك فيه خطورة تمام لهم كتبوك كويس طب هايل والله هايل جدا اسمه أنا بشتري راجل آه تمام هايل 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 كان عندها كم سنة في الفيلم كانت اقربت من الاربعين هايل جدا اللي هجوم لو الحتة دي انكتبت عشان تنمي ثقافة الناس على الفكرة ده مهم جدا آه طبعا ممتازة جدا بحيل الكاتب في الحتة دي يعني ليه بقى؟ لأن ده السؤال التالي اللي هو ايه دكتور عامن بس عنا ازاي كل زوجة بتتفرج علينا دلوقتي بتقعش في الموقف دي ازاي فعلا كل زوجة فعلا تتفرج علينا دلوقتي احنا اخرج مرة الموت الحزين ده والله لا خرجنا الحتة بتاعت الفيلم دي كانت موت حزين فعلا آآ آآ فعلا آآ طيب الموقف الحزين احنا بتكلم فيه ده آآ ازاي دلوقتي الزوجة بتتفرج علينا اللي عندها تأخر إنجاب وبتابع البرامج بتاعتنا ازاي آآ ما تقعش في الموقف ده طبعا عشان ما تقعش في الموقف ده هي الاول تشك دمام يعني يعني هي عندها تأخر إنجاب وراحت لمكان وتقلع عندك التبويض كويس طب هل هي التبويض كويس عندها ولا لأ طب لحد ما تجدنا في مراكز سراطة الخصوبة برضو هي اللي ممكن تفكر فيه وساعاتها يخليها تقلق ده ممكن يكون هي في الموقف ده اللي هو موقف نقص مخزون المبيض أول حاجة اللي حيك قلتها في الفيلم اللي هي ايه السن العمر من نسبة لنا العمر شيء مهم جدا 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 35 سنة دي المحطة الأولى المحطة الثانية 38 سنة المحطة الثالثة 40 المحطة الرابع 42 دي محطة الرابع دي محطة الرابع اللي هو ايه المحطات انخفاض المخزون المبيض عدد البويضات وجودة البويضات خمسة وتلاتين سنة تمانية وتلاتين أربعين اتنين واربعين السن ده السن ده في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده يعتبر يعني سن كبير يعني نقول عليها سنة دي واحدة كبيرة في السن خالص خالص ده شابة تماما آه في منهم المهتم بنفسها دي حاجة بتبقى جيدة جدا يعني ما شاء الله حيك عندك خبرة في الموضوع ده بقر تقدر توصف يعني بتقرأ كتير في الموضوع ده بالظبط كده زي يعني خبرة حيك في القراية هو فعلا صح هو فعلا صح تماما يعني عادي آه بلوت لصغير ويعني في قمة الجمال والأنوسة لكن لا لا خالص مخزون الموبد عندها في حتة وهي شكلها في حتة تانية خالص مخزون الموبد عندها في الأرض وهي شكلها في السماء تمام أقصد أقول أني يا جماعة ما تنخدعوش بأن الأمور كويسة وأنا شكل صغير وأنا أعرف قريبتي اتجاوزت عندها 43 سنة وحملت في تاني شهر يا جماعة دي استثناءات استثناءات بعد سن الخمسة والتلاتين والتمانية والتلاتين والاربعين والاتنين والاربعين هتقل لفرص الحمل جداً 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 حتى لا يعني ليش سؤال ساذي بساذي بسأله لأن في ناس بتقوله الدورة المنتظمة بالحكاية هايل جداً هي الدورة معتمدة عليه على بوائضة واحدة بوائضة واحدة بوائضة واحدة بتكبره وبتقرب من المبيض خلاص الدورة الدورة بتنزل لكن إحنا عشان حمل يحصل محتاجين بوائضات كتير كتير يبقى لها علاقة أن الدورة بتحصل وأن فرص الحمل عليها مش معنى أن في دورة بتنزل يبقى في فرص حمل عليها تماماً 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 هايل اي واحدة بتفرج علينا وهي كانت عاملة قبل كده عملية في المبيض للأسف يعني كان فيه كيس على المبيض وكان ممكن يتعالج بالأدوية وتعملها عملية وللأسف كانت عملية فتح بطن واستكشاف واستقصال الكيس ومعها حتة من المبيض وجايز المبيض كله طبعاً دي هكون عندها نقص في مخزون المبيض رقم اثنين الحالة الثالثة اللي هو عندها اتقالها ده انت عندك بطالة راحة مهاجرة على شكل حاجة اسمها كيس شكولاتي موجود في المبيض كيس شكولاتي نفسه الكيس نفسه الموجود في المبيض ده ده بيقلل من مخزون المبيض رقم اربعة سيدة يعني يا ربنا يشفيها جالها ورم خبيس واضطرت انها تاخد علاج كيميائي العلاج الكيميائي ده بيأثر على مخزون المبيض او علاج اشعاعي في منطقة الحوض علاج كيميائي في اي حتة في الجسم بيأثر على مخزون المبيض يبقى احنا قلنا نمازك نفكر نفسينا بيهم كده واحدة في سن الخمسة وتلاتين واحدة عمرت عمليات قبل كده في المبيض في رقم اثنين رقم ثلاثة واحدة عندها ما يسمى بكيش شوكولاتي موجود في المبيض يعني عندها حاجة اسمها بطنط راحل وموجودة في المبيض ونتكلم عليه بالتفصيل بعد كده رقم أربعة واحدة خدت علاج كيميائي أو إشاعي رقم خمسة رقم خمسة سهم كده يعني أوصول كده ده احنا نزله كده ايه ده ولا واحدة من اربعة دول ولا واحدة من اربعة دول ولا عملت عمليات ولا كيس شوكولاتة ولا تنها ولا حد في العيلة ولا جينيتك يعني ولا أي حاجة كله فل الفل ولا تعرضت لأي علاج ولا خدت أي علاج وكل عيلتها ما شاء الله ستات بيضات وبيجيبوا بالتوقم لكن هي هي لوحدها عندها ما يسمى بيه نقص مخزون المبيض المبيض عندها هي شخصياً هي دي واحدة هي شخصياً دي ما يسمى بيه انتحار جماعي في البويضات البويضات عملة تموت بتموت بتموت الواحدة الله يبقى معنى كده ان كل واحدة عندها تأخر حمل لازم تقلق ان يكون عندها نقص مخزون المبيض طبعاً لو كان السن زايد لو كان خدت علاج كيميائي لو عملت عملات في المبيض لو فيش بتطرح مجرع الاحتمالات اعلى واعلى بس حتى لو ما فيش اربعنا نقوتهم دول للأسف ممكن يكون برضو عندها نقص فيه مخزون المبيض لو انا سألتك عن طرق العلاج ام انا بسأل سؤال متفائل ام بسأل سؤال برضو ما زال في نغمة يعني التوتر ده هايل جداً بعد المقدمة الحزينة اللي احنا قلناها هدية المقدمة السودة اللي احنا قلناها هدية وعلى فكرة هي فعلاً بتبقى سودة لان انا بداية حديثي مع الحالة لان انا بصف لها الكلام دوت وبشرح لها ايه الفرق بين حجم البوايضة وايه وعدد البوايضات حجم البوايضة عندك البوايضة بتجبر وبتخرج من المبيض ده حاجة كويسة بس للأسف عدد البوايضات ككل قليل يبقى فرصك في الحمل قليلة ده الجزء السوداوي من الحكاية بتبتدي دموع هنا في المرحلة دي فعلاً بتبتدي دموع هنا ثم اقول لها اني عندك نقص في مخزون المبيض واشرح لها ده حصل ليه ومن ضمن الاحداث اللي بتحصل كتير وده برضو انا بنوه عليه وعاوز انبه ليه والناس اللي بتسمعني يريد تاخد بالها من الحتة دي لا استسهال في التعامل مع المبيض لا استسهال في التعامل مع المبيض بمعنى اني مش كل حاجة مش كل كيس في المبيض يلا نخش نعملك عملية يا فتح بطن يا بالمنظر حتى ونشلك الكيس وجايز نشلك المبيض لا مش كده ابداً مش كل اكياس المبيض بتتشال بعمليات ده فيه اكياس بتروح لوحدها الاكياس الوظيفية وفيه اكياس بتروح بالعلاج حتى بحبوبان الحمل اسمها حتى الاكياس الدموية تاهمني بتروح ايمن وحتى لو فيها كيس شوكولاتية مش في كل الحالات بنعمل حاجة اسمها المنظر البطن عشان نشيله بس احياناً احياناً بنالجأ لده تمام فانا قصد اقول اني مفيش اللي هو افتح وشيل افتح وشيل دي هتقصر على مخصوص المبيض لازم كل سيدة كل سيدة تبص للمبايد بتاعتها على انه كنز وطالما كنز فاحنا لازم نحافظ على الكنز تمام في الظروف الاقتصادية يعني الصعبة شويتين اللي احنا فيها دي لما حد يكون معا شوية ارشين وبيصرف منهم وخايف عليهم لا يضيعوا هي معاها شوية ارشين بتصرف منهم وعايشة منهم وخايف عليهم لا يضيعوا وهي ما بتعرفش بالبري زي ما بيقولوا تشغلهم هتعمل ايه هتحطوهم في البنك الله ينور عليك هتحطوهم في البنك يتحطوهم في شكل فلوس ياما لو شوية شوية اكتر ممكن المقولة التانية اللي بيقولوها الفطر اللي احنا فيها دي تشتري سبايك دهب وتحطها في البنك برضو يبقى ايا فلوس يدهب وتحطوهم في البنك عارف علاج مخزون المبيض هو ان انا يجمد بوضط اللي هي فلوس يجمد اجنة اللي هي الدهب ده احلى في البنك وايه التفاصيل هنتكلم معنا الحلقة الجاي وجودك معنا شرف كبير الشرف ليه دكتور اي الكيمة للميلة كبيرة الاساس دكتور هشيم الشعر استاذ امراض النساء والتوليد وتأخر الانجاب والمدير والمؤسس لرئيس مجلس ادارة مراكز الرياض للقصوبة والصحة الانجابية كانت ضيفة واحدة من ارقى حلقتنا على الاطلاق لكن قصة النجاح اكيد ستكون مستمرة فخليكم عمزة حلو دكتور محمد سديق هويدي استاذ جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضو الجامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري اهلا بكم ان هذا يوم مهم جدا في عالم العمود الفقري في عالم عرق النساء وهو عالم لوحده مستقل لنظرا الى انتشار هذا التعبير وانتشار الحالة من الزلقات الغضروفية في مصر بقيت منتشرة جدا يمكن لاسباب كتيرة اولا الوعي طبعا ده عامل مهم جدا ثانيا استخدام الناس الغلط لظهرهم استخدام الناس الغلط للأدوات شيء للتقيل الحركة المفاجئة برضو الشباب كلام الاصابات بقى بتاعت الضهر للشباب والمنظرة وان انا عايز اتصور وانا بنطف حمام السباحة وانا عايز اتصور وانا بعمل حركة حلوة على الموتسكل وصوروني وانا بتزحلق بالزحلقة بتاعت الساحل بركب الزحلقة بتاعت الساحل فالنتيجة بتبقى سيئة قال الناس مرض مزعج للغاية وانتوا اكيد تبعتوا وطبعا امنياتنا بالشفاء وكامل الشفاء لكل المصابين قال الناس بس انا واحد من الناس بحب جدا وستاذ خالد الصوي فنان الجميل خالد الصوي من واحد من مبدعين التمثيل الليلين في مصر خالد الصوي عانى الفترة الاخيرة من عرق الناس والحقيقة في عامل مهم جدا جدا اثر على عرق الناس هو العمل المستمر شوفت طبعا عرق الناس بيخلي الإنسان مقدرش يتحرك كويس مقدرش يمشي من كتر الألم الشديد فطبعا الصورة دي كانت مزعجة ليه الوسط الفني كله مزعجة للناس اللي بتحير بخالد الصوي الكرسي الكرسي حاجة لا ها هي مش القصة بس لو ترك وأهمل وما تعالجش العرق الناس ممكن يوصل الإنسان إلى إنه مقدرش يتحرك كويس فعلا وشيء مهم أو لازم نضعه في الاعتبار سرعة التحرك للعلاج سرعة التحرك للعلاج وإن أنا ما طنش لإن أنا لما جيت قريت الخبر هو قال إنه المسألة دي أثناء تصوير أحد المشاهد الصابع فيه ممثلين كتير جدا بيتعرضوا في العالم لمشاكل في ظهرهم بسبب مشاهد معينة مش متناسبة مع القدرة الرياضية بتاعتهم بيتطلب منهم جاري مثلا نطة من مكان عالي الفنان اللي عنده القدرة البدنية الكده ومتضرب اللي كده هيقدر يعملها لكن لو حد ما عندهوش هيتعرض لإصابة ودول حصلت ودي حصلت عند فنانين كتير ومنهم فنانين أصيبوا أصبات خطيرة جدا يعني سواء من على الحصان أو الأخير فطبعا دعواتنا بالشفاء ليه ولكل المصابين بهذا الموضوع لكن نرجع تاني ده عالم اسمه عالم أرق النسل ضيف العزيز الذي سيحكي لنا هذا العالم بالتفصيل هو المبدأ دائما في حواره والممتع دائما في حكاوي الألمية والمبدأ دائما في أساليب والجراحية المتميزة الاسم الكبير القدير دست دكتور محمد صديق هيويدي أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري بكل الطب أصريعين جماعة القاهرة الاسم القدير أهلا بك دكتور هيويدي وسعيد جدا بهذه السيارة أهلا بحركة دكتور عيمان أزايك أنا في الفترة دي أنا كل أسبوع كل كم شهر كده أقول لهم إيه أسبوع الحكاوي فإحنا في أسبوع الحكاوي أهلا 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 عارق النسا منتشر قوي دي كده قبل ما نعرف إيه هو حتى أهلا هو عارق النسا ومرض هو تقريبا مفيش حد موجود من على سطح الكرة الأرضية ما جالوش ألم في الظهر أهلا يعني علميا كده قالك 100% من البشر على سطح الكرة الأرضية من السن الصغير للسن الكبير على مدار الوقت والزمن إلا بيجي لهم مشاكل وألام في الظهر سواء أسفل الظهر أو ألام في الرقم فبالتالي ألام العمود الفقري هي من أشهر الألام هو بيشيلها طقر وطق ده بيحصل ده بيحصل وفي ناس بتعملها بقى لعبة ودلع وطنطيت واللي ينط من على اللي بتاعه الزحليقة وبينط من فوق حيطة وفي رياضة طالعة اللي هي قفز من على الحيطان ومش عارف هي والكلام ده كله وفيه شباب بتعملها يعني هو شايف أنه بقى إيه تحول إلى إرد يعني أنت عارف يطلع من هنا النط هنا يطلع من هنا النط هنا أصل الأسف هو اللي عملها مجموعة من الفرنسيين في أفلام فرنسيين وخدوها الفرنسيين بس دي لياقة معينة بس دي لياقة وبحترفين لياقة معينة ورياضة معينة ولها علم معين وإزاي أنزل وتدريبات معينة وتدريب الكلام ده كل لكن الغضروف بقى بتاعنا اللي هو إحنا ما عندناش اللياقة البدنية الكاملة وبعدين عندنا الغضروف ده لما بنسأل بقى بنقول هو في أي الفئات العمرية وفي أي الأجناس بيبقى أكتر بتلاقي الغضروف أكتر في السيدات عن الرجال وده سببه معروف مجهود كتير بتشتغل كتير طول نهاره وقفة في المطبخ بترفع المرتبة بتشيه يعني في بعض الناس بتبقى تهيلهم دي أعمال صغيرة لكن لا الحقيقة هي أعمال شق يعني أعمال شق والست اللي هي في الغيط مثلا بتروح تساعد جزها وبتشيله وبتشيل على رأسها وبترفع الحاجات التقيلة كل الكلام ده كله بيقدي إلى ضغط على الفقرات الحاجة التانية في السيدات إن بيبقى عندهم نقص في الكالسيا نتيجة للحمل المتكرر والرضاعة فبيحصل وهن في العظم نفسه ووهن في الغضروف نفسه فمع حمل جامد يحصل الغضروف ينفجر برضو عايز نفهم الناس أنواع الانزلاخات الغضروفية يعني أنا نسمع عن حد ومزمن ولا فيه أنواع تاني آه لا فيه أنواع يعني وفيه درجات يعني الغضروف الحد اللي هو الغضروف اللي بيحصل فجأة وأعراضه يعني سليم أول ما ينفجر الجدار الخارجي أو يتقطع يبدأ المادة الماتيريا اللي جوه هتخرج بر هتخرج هتلاقي إيه على حسب مكانها لو هي القطع بتاع الجراب الخائرية ده في نصه المادة هتخرج في النص الأعصاب عندنا بتخرج من الأطراف اللي في النص ده يضغط على الحزمة العصابية كلها يعني هتلاقي الوجع مسك الظهر أكتر وينزل بعد كده على الرجلين لكن لما يجي على الجنب على الأجناب يمين أو الشمال يبدأ يسمع في الرجل الأول بعد كده يجي في الظهر يعني فيه ناس يبدأ يقولك أنا ظهري زي الفل ما عنديش مشكلة بس هو القلم نزل على رجلي وفيه واحد يقولك لا ده أنا ظهري من زمان من سنين وهو ظهري بيروح ويبيجي علي الغضروف لو أهملناه وعد من الدرجة الأولى والتانية ومع لجنهوش يتحول إلى الدرجة التالتة أو الرابعة التالتة أو الرابعة يبقى لازم هنا تدخل عندي لازم تدخل جرح ونبدأ بعد كده في مرحلة ما يبقاش المشكلة في الغضروف بس لأن الموضوع بيختلف أنا لو قضيتي في الغضروف بس علاج الغضروف بيبقى بسيط يعني إحنا بنسمع مثلا عن كلمة منظير بنسمع عن كلمة ليزر بنسمع عن كلمة تبخير الكلام ده كله يتعامل فين في المرحلة اللي هي الأولى والتانية بتاعت اللي نزلات الغضروفي في البدايات طيب الموضوع الغضروف تطور إلى بقت مشكلة في الفقرات زي هنا مثلا يعني هنا مثلا الغضروف خرج برا قفل القناة العصبية الغضروف اللي هو اللي عليه السهم ده ده مش مكانه الطبيعي ده بنسمع غضروف المرحلة الرابعة خرج برا وضرب جوه في الأعصاب هو ألام في الظهر وألام في الرجلين وقت مرحلة ولما غضروف يبوز بيبوز الغضروف اللي فوقي طيب لحد كده الغضروفين دولة الظهر نفسه الفقرات سليمة ما هيش سايبة أو ما حصلش كسر في الفقرة ساعات يحصل شرخي في الفقرة كمان اللي احنا بنسمعه أتزحزح الفقاري أو اللي نزلق الفقاري يعني الغضروف ده ربنا خلقه بيشيل معايا في قوة العمود الفقري لما الغضروف ده بقى يبدأ يخرج من مكانه الفقرة هتبقى متعلقة كده كأنها متعلقة في الهوى ومسك على الجزء الخلفي فمع الضغط والمجهود والانحناء أو التوطية أو حتى الصلاة تبدأ الفقرة تشرخ من الخلف أو مطب جامد في عربية أو في مواصلات أو زحلقة مشهورة جدا في الستات في البيت مع شغل وبتمسح في المطبخ أو بتتوضى في الحمام أو بتاع رجليها فلتت الزحلقة مع شوية ماء ونزلت على المقام ساعات بتبقى الوقعة لا تذكر يعني فالواحد بيعديها في الأول لكن هي قريدي بدأت عملت الشرخ والشرخ ده بقى بيكمل بيزيد يدخل في أربع درجات تانيين بنسميهم تزحزح فقاري بدرجاته أول ما يبدأ الموضوع إن فيه تزحزح في الفقرات سواء درجة أولى إلى درجة ربعة يبقى بنتكلم في حاجة اسمها تسبيت فقرات تزحزح فقر يعني يعني الفقرة تتحركت أو ربنا خلق الفقرات زي دي بقى يعني شوف هنا الغضروف اللي فات ما عملتش تزحزح هنا هتلاقي الفقرة بقت سايبة وتحركت ونزلت الإنسان ده بيحس بيه بقى ده بيبقى بداية بقى ألم رهيبة جدا في ظهره نمرة اتنين يقولك ده أنا مجرد ما بكح أو الست بالذك تقولك أنا مجرد ما بكح بحس السكينة أسم الضهري الست تشخصها لنفسها تقولك أنا أول ما بقى في المطبخ ربع ساعة نوص ساعة بحس ان الضهري مقسمه لازم أعود هي كده الموضوع بيبقى كده في الرجالة يقولك أنا بوطي باجأ صلي مثلا وأجأ رفع نفسي مش عارف أرفع نفسي أصلي هي الفقرة تحركت لقدام فمع الصلاة أو التوطية أو المجهود هي نزلت عشان أرجعها تاني هي زي حاجة بتخبط في حاجة واخد بالك لسا بقى عبار ما تطبع نفسها وترجع وتاخد المسار بتاعها الأولاني تاني يبقى كده برجع الفقرة تاني شوية مجرد ما بدأ هنا بقى تزحزحة بقى في الفقرة الخامسة على العجازية الأولى والربعة للخامسة ما هو وجود غا ضريف وبدأ يطلع على التالتة والربعة الناس فهمة أن تزحزحة الفقاري لازم يبقى فقرتين بس ده ده أبسطهم ده ممكن يبقى اتنين يبقى ثلاثة يبقى اربعة لحد خمس فقرات يبقوا سايبين بنسميهم ستاب ليدر يعني يعني ايه زي درجات السلم كده بوجود طيب الغدروف لما يععد والفقرة تيبقى سايبة يحصل ايه شايف الفقرة هنا فيه كتلة سودة كده في مكان الغدروف تالت فقرة من تحت في النص كده حاجة ضلمة كده حاجة ورم ايه شبه الورم لا ده مش ورم ده بيبقى الفقرة لانها سايبة وبتتحرك في بعضها والغدروف منفاجر وكل حاجة تبدأ يحصل تأكل في العدم نفسه يحصل التهاب في العدم نفسه يبقى عامل زي الخراج الداخلي من جوى العدم نفسه العدم بيتأكل وده بيبقى ألام رهيبة جدا طيب الألام دي الناس اللي عندها نزل لها غدروفي يقولك أنه لما بنام بالليل الحمد لله أقوم الصبح بقى بيبقى العذاب لسه أقوم مع أول طلعة من السرير وأول ما هنزل واتحرك دي تصعوبة طيب اللي عنده بقى تزحزح فقاري أو انزل لها فقاري بيبقى النوم بالنسبة ليه علقة أصلا لما بينام بيحصل احتقان في الجوى الفقرات والدم بيزيد جوى العمود احنا طول النهار بنتحرك الدم بينزل في رجلينة أكتر ما بيبقى في العمود الفقري لما بنام الدم بيكتر فبيحصل احتقان فبيحصل قلم شديد جدا وبعدين انت وانت ناما انت بتلف حركة لاقرة دي انت كل شيء يا ربنا جعلك كده بتتقلب عشان الأنسجة تفضل حية من الضغط ما تحصلهاش نيكروز أو تآكل في الخلايا فمع الحركة دي انت بتحرك نصك الفؤاني التحتاني مش جاي معها لأنها سايبة العمود الفقري في النص سايب في حاجة في النص اللي بتربط الموضوع ده ببعض كل الرجلين مع الظهر مع الكتفين مع الإيدين العمود اللي في النص ده مش ماسك فيبدأ يفك أجا تحرك كده آه عبال بقى من النص التاني يبدأ أحرك واجيبه دي مشكلة وبالناس بتحس بالألام دي كلها اللي نزلاك الفقاري هو أصعب كتير جدا من اللي نزلاك الغضروفي طيب للأسف الشديد دلوقتي احنا كنا من فترة طويلة كنا لما بتشوف الغضاريف دايما بيبقى غضروف أو غضروفين أو بتاع بس العمود الفقر القوي طيب الظاهرة بقى الجديدة اللي احنا بنشوفها بقى أنه أكتر من خمس شهر سنة دلوقتي بس الزاد في آخر خمس سنين إن العمود الفقر حتى في السن الصغير تلاقي فين زلاك فقاري أو تزحصح فقاري طيب كنا زمان لما نجي نتكلف العمود الفقري يعني أنا بشتغل بقى لـ 33 سنة عمود فقري من زمان من 25 سنة وبتاع تلاقي العيادة اللي كان فهمين الناس اللي فوق 60 سنة و 65 سنة اللي هم كانوا بيشتغلوا مجهود زيادة وشلنا كتير فظاهرنا تعب لأ دلوقتي انت بتشوف طلبة بنات صغيرين سن 18-17 سنة كان فيه الوحي يشوف بنتها عندها 18 سنة عندها مشكلة في العمود الفقري كان نادر لا نادر لأنه كان عظم قوي والهروملات بتاع الجسم كان بتحمي العمود الفقري والليقة البدنية كان جميلة لأ نهاردة فيه حاجة غلط الوحيد برحلة اللي ولاد الشباب كمان انا نحس ان كونجينة الانوميلي زاتت في تكونات العمود الفقري كتير العيوب الخلقية كتير ده احنا بنكتشف دلوقتي كتير جدا يقول لك البنت عندها قلم بقالها قد ايه ده بقالها من زمان اصلي بتقعد غلط نيجي ندور وراء اللي بتقعد غلط تلاقي الفقرة غير مكتملة الفقرة لفة فانحناء بنسميه تورشن لفة بالجنب كده واختبالك وتبقى ضغطة على العصب او بنكتشف حاجة غريبة جدا هل تأثير اكل مش مش مزبوط هل كيمويات معينة في الجو كيمويات في الماء في الماء ما نعرفش بقى ان في يعني حاجات مستجدات كتيرة اظهرت امراض كتيرة ما كانتش موجودة بنجي نتكلم بقى في النقطة المهمة جدا طب هنعمل ايه للناس دولة ما هي دي المهم المهم جدا المريض لما يبقى عنده قلم لازم يذهب الى طبيب يعني بلاش ياخدها سهل جدا انك انت مع نفسك او مع حد من حبايبك هيقولك الناس كتيرة جدا يجر على مين على ابو عصاية وابو خشبة واللي بيقوا بالنار ده كتير كتير ده اسامة كتيرة جدا اه مثلا بيجي لي بقى في الفيوم ودول انا بحبهم جدا يعني شوف اللي راح بقى وشد بالبتاع واللي كوا بالنار هناك بقى الكوي بالنار ده الكون بيشدوا واحد اتنين الكون الكوي هناك بالنار ده كأنك مثلا رايحة بتاخد جلسة سونة مثلا يعني اخد بالك ده موت وانا حضرت مغرب نفسي قلت عايز اشوف الموضوع يعني محدش عارفني بقى قلت بقى ايه اتخفى كده اروح مع واحد تعبان لواحد من اللي بيكوا بالنار دول والله العظيم عذاب العذاب ينام واتنين يعودوا على رجليه واتنين يوم يكتفوه من كدفو ويجيب مصمار كده او سكينة او حاجة زي حرف معلقة كده والله العظيم انت بتسمع الصوت بقى عارف كوي نزام من العذاب بتاعه يعني انت مستحميله ويقولك انا بعدها تحسنت هو الحقيقة ما احنا عندنا نظرية علمية بنسميها كونتر بين كونتر بين يعني ان انا زي وفكرة الابر الصينية كده ان انا بدي اشارة عصبية هنا اشغل العصب عن ان يوصل هنا ده في الطب كده موجود الكلام ده مش اختراع ده هي ليلة مش اختراع مصر ولا اختراع عربي اتحسن كم ساعة كده لو ممكن يتحسنه اسبوع شهر او حاجة ده بنسميه يعني نظرية البوابات بتاعة الالم ان انا اعمل منطقة الالم ودي كانت نفس الفكرة كان زمان عندنا اللي هي اللازق اللي بتتحطى عدارها بتعمل نوع معين من الالم فبتشغل العصب الحسي يقوم جاي واخد الوجع هنا عشانك الناس يقولك ده الوجع بيجمع في الحتة دي هي ومش بيجمع على حاجة هو انا بحسه هنا اكتر لان انا لغيت البوابة قفلت البوابة اللي كان بتتسرب جوه لكن المشكلة بتاعة الغدروف فعلا على الاجتاء ما على الاجتاءاش خلص هاك العملية يعني المريض اللي بيجيله بقى عنده بقت مشكلة في القلب وهو مريض سكر والتجلط عنده في مشاكل ده عنده ازمة صدرية وصل لبراليسس ووحد جاي او العصب مات العصب خلاص حصل ضمور او قطع في العصب ساعتها بقى عارف اللي هو وصل لمرحلة موت العصب ده اكتر واحد عايز يعمل عملية بس انت كان متأخر جدا ايام ما كنت لسه بتمشي على رجليك وتقال لك العملية كنت بتقول عليهم ده كتر ده هم اللي عايزين يعملو العملية ده الدكتورة اصلا بيتكلم عشان الفلوس كلام فاضي كتير وتهم ما كانش لها لازمة خلاص يعني لكن الحقيقة مفروض المريض لما بيلجأ بقى العلاج يدور على الطبيب المتخصص برده لان الاسا برده فيها طباء مش متخصصة في مجالات طبية مش المفروض يعني انا لما يجيلي مثلا عن دكتور اطفال يقول لك اه سيد دكتور اطفال قالك لا اما تعملش عمليه طب هو دكتور اطفال اخره ايه ده يعني ماينفعش يكلم هو ماينفعش يتدخل ماينفعش يتدخل زي ماعلا ماينقدرش نحكم الطفل ده ياخد ايه وما ياخدش ايه والكتير بقى دكتور علاجي الطبيعي قالك ممنوع تلبس حذام زي اضيه مخيفة وممنوع تعمل عملية وممنوع تعمل مش مساحد زي اضيه كبيرة ومين قالك تلبس دي قضية كبيرة جدا قضية حدود دكاترة العلاج الطبيعي يعني معظمهم والله ناس أفاضل جدا طبعا في ناس شاطرين جدا جدا بس شاطرين في شغلهم اه وبيساعدونا يعني لما بيشتغل زملاء مهنة يعني في ناس أسادزة والله يعني يعني الواحد مفروض يقدم لهم الشكر حتى على الهوى يعني طبعا بيبقى ملتزم جدا وأسادزة يعني أنا أعرف أعرف واحد كان الرئيس كان عميد كلية العلاج الطبيعي اللي هي في الجيزة يا مرسى والله كان يرفع سماعة تلفوني يقول لك دكتور صديق لأنه عالم لأنه هو متمكن العلاج الطبيعي دي كلية محترمة جدا وده كثرة العلاج الطبيعي ولما بيشتغلوا معانا بنجل نتاج هيلة بنشتغل فريق ومفيش تعارض يا جماعة ومفيش عداوة يعني بين الطب البشري وبين العلاج الطبيعي يعني ما تفتكروش زيما ما فيش أي توتر خالص بالعكس شراكة نجاح ما بين الطب البشري والصيدلة ده كثرة الصيدلة وده كثرة البشرين وده كثرة العلاج الطبيعي ومين ناقص مين ناقص وده كثرة التحاليل والتحاليل والأشعة وده كثرة الأشعة كل دي بس نفسي بقى ما يجيش دكتور الأشعة عيفتي ولك بص أصلاً شفت مش عالقين وزيما برضو أنا مش مع الدكتور اللي يشتغل صيدلي يعني الدكتور البشري اللي بيجيب أدوية ويخزانة عنده ويبيحها ما ينفعش ده ده بيغل ما ينفعش لأن الصيدلاء كده جرع على شغلية الصيدلي زيما ينفعش الدكتور الطب البشري يقول أنا هشتغل شغلة العلاج الطبيعي فأنا أقوم بدور العلاج الطبيعي ما ينفعش وزيما العلاج الطبيعي ما يقول ما يقولش الكلام ده ما يزعلش حد ما يقولش المريض ما تعملش هو معملية وكون هو منصوح له بعملية ده اللي بيقرارها جرع دي مشكلة نوارت فندي مشرفتنا وأبدعتك عادتك رحلة رائعة في عالم عرق الناس وعالم لنزلاتك وغضروفية ما بين حدوثه وأعراضه والطريقة العلاج والتحدث والتقدم المزهل جدا فيه أساليب الدعمات وأساليب التعامل مع كل مرحلة بس فيه مراحل احنا عايزين نقول كلما قدمت مبكرا للعلاج الطبي المحترم كلما حصلت على النتائج الأفضل كلما تأخرت كلما كان هناك علاج ولكن هناك أيضا فاتورة زمنية ستدفعها أكيد مقابل هذا الأكثر هو التدخل الأكثر تقدما أكثر قوة أكثر يعني أحتاج إلى ريكاوري أكبر أحتاج إلى أساليب علاجية أكثر تكلفة كمان لكن ده لازم يختفي تأخير في العلاج ولازم ثقافة العلاج المبكر تكون في النغل كل في الفترة اللي جاي أرجوكم خلي بالكم من ظهركم ضيفي العزيزة قيمة عباية كبيرة الأساس دكتور محمد صديه ودي وأستاذ جراحات المخوى الأعصاب والجراحات العمودة الفقر لأنه ورد الناس شكرا